بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والمسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الرمعين. النهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء تاني من الانتيبيوتكس. المرة اللي فاتت اخذنا تسيمة البكتيريا البكتيريا كلاسفكيشن. اتكلمنا شوية عن الهيستري والجرام ستين. وزي جرام ستين بالتحضر. وكانت اتكلمنا على التسيمة الداخل جرام ستين جرام بوزيتف وجرام نيجاتيف الخصائص كل واحدة منهم. الحاجات اللي اتهمينا في الشغل بتاعنا كده. وكمان اتكلمنا عن اللي بتعملها كل بسرعة اللي بتعملها كل واحدة منهم. وبعد ما خلصنا اللي كده بكتيريا الكلاسفكيشن اتكلمنا عن التسيم والميكانيزم بتاعتها. بعد كده اتكلمنا شوية يعني كده عن النهاردة هنراجع هنراجع شوية آآ آآ محتاجين بس نراجع عليها. بالتأكيد. احنا قلنا يعني تقسيمات بتبقى على حسب تقسيمة لإما وفي حاجات ما بتتسبغش بالجرام لها سباغات خاصة. معظمها كوكاي. احنا قلنا قاعدة عامها كل عبارة عن معادة حاجتين. يعني لو قلت لك كوكاي بقى انا قصدي على نيسيريا. ميلي يعني بروكزيلا ممكن يعني نهملها لكن نيسيريا ده بصد عليه. لإما نيسيريا من نينجيكوكاي. لإما نيسيريا جونورية. طيب الجرام بوزوتيف. احنا قلنا برضو في الجرام بوزوتيف. المعظم الجرام بوزوتيف بتبقى برضو كوكاي. مع عادة شوية حاجات. بس اللاي بنحفظها. يعني حب نحفظها الاستثناء. فاحنا قلنا ان هنحفظ اللاي اللي هما بس اللاي زي الاستيريا وزي الدفتري. بالنسبة للكوكاي قلنا اهم تلات حاجات في كوكاي او اهم تلاتة في الكوكاي هما والستريبت بايوجينيز هي الجروب اي استريبت كوكاي والستريبت نيوموني. استريبت نيوموني. تمام كده? طيب. في حاجات تانية مهمة في برضو حاجات مهمة زي بس هي يعني يعني اهم منها في الشغل بتاعنا. او احنا بنكيب على ايه? احنا بنكيب على التلاتة الكبار. العمومة والستريبت بايوجينيز والستريبت نيوموني. طيب احنا عايزين نشوف هنرجع بقى بس تفاصيل شوية عن المرة اللي فاتت. الانفكشنز اللي بتعملها الدرامبوزيتيف بكتيريا. المرة ده هناخد الدرامبوزيتيف بكتيريا كعجداول. انا قلت لكم الفاتر هنعمل جداول للموضوع ده. والمرة جاية ان شاء الله هناخد الدرامبوزيتيف بكتيريا يعني وان كنا قلنا هم قصر مالفاتر بس كنا هم وسرائي. الستافوريه اس 데دي بتعمل ايه? يعني انه اللي هيخوفني من الستافوريه او اللي يهمني في الستافوريه اولا الاستافوريه اس تقريبا هي نوربال او فلورا في في النزل في النازل في النزلub Dassler opeening في النوسترينز. ده طبيعي اصلا. ان الساطافوريه ده طبيعية تلاتين فيلمية او اربعين فيلمية منها اه في في اربعون في ديان من الجواها في فتحات الانف. بتعمل ايه اول حاجة بتعملها وشهير بها بصراحة اللي هي مشكلته اه يعني او فكرته انه هو سيبسيز او او يعني عدوة عنيفة سيبسيز بسبب اه بسبب بسبب ضماضة بمعنى اه مريض عمل عنده مثلا طفل صغير او طبعا رجل اللي بيدي يعني احطت له نيزل باكس عملت له ضماضات او سدادات للنف وسيبت السدادات دي فترة طويلة سبتها فترة طويلة فهيحصل او يعني في المنطقة ديات والاستاف قولها الساعتها هتبقى بصوب نمونيك وهتعمل وهتدخل برادستريم وهتعمل ايه بالسبب بتاعها هتعمل حاجة اسمها طيب اشهر حاجة تانية قصومة جيدة انتحانات كتير وبالنسبة لهم طبعا عند الغربيين كتير من الحتة دي حتة التامبون التامبونز او اللي هي الحفظات النسائية في نوع منها بيبقى برضو زي كأنه برضو ضماضة اه الست او الفيميل بتبقى سايبة فترة طويلة جدا لغاية ما يحصل له انفكشن ويبدأ يدخلها اه سندروم ديات عبارة عن راش يعني هيحصل تأشير في الجلد وفي نفس الوقت هيحصل لأول حاجة تاني حاجة الامبتايجو 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 ده ازا بقول لكم الامبتايجو ده بيبقى مالي في الفيس غالبا وبقى عبارة عن بقى وماليانة الطقس وماليانة زي الجنبنا ده اللي هو على الشمال وفي نوع منه اه بيبقى بولس يعني بقى في بيزيكالز وفيزيكالز دي بتبقى هنا في لويد وتفرقع ويبقى في حاجة اسمها يعني ايه يعني انت لو حاطيت ايدك وزحلقتها او عملت لها الجلد او هيطلع معك هيحصل تأشير في انت خد بالك ان الستاف في الحتة بتحب تقشر الجلد بتحب تشيل الابدرمز دي دي النقطة الاولى في الستاف زائد ان هي بتحب الابسيس بقى اللي هو تلت حاجة بقى الستاف بطبيعتها يعني بتحب تعمل بتعمل بتحب تعمل حتى كمان ابسيس داخلية ممكن لانج ابسيس كمان طيب دي اه دي النقطة التالتة النقطة الرابعة بتعمل 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 ايه؟ والسيلولايس ازا نعمل الساب كوتينيس انفكشن اه بيبقى زي يعني فيه نوعين لازم تفرق بينهم في حاجة اسمها في حاجة اسمها الاريسيبيلوس كلينيكا لي بقى الاريسيبيلوس والسيلولايتس هم الاتنين هم الاتنين ممكن الاريسيبيلوس تعملهم طبعا ممكن معهم كمان حاجة اسمها اللي احنا قلنا عليها في اللي يعني الجروب اي ممكن تعمل المشكلة دي لكن لو خدت بالك من الخط المرسوم ده تقدر تقدر تفرق بين الجلد السليم والجلد الانفكتد تقدر تفرق بينهم لكن عبارة عن حمراء هو اصلا ترجمتها يعني حمراء هو حمرار ولكن شوية يعني غير واضح ما انت عافش تفرق بين الجلد السليم والجلد الاحمر يعني اللي تحت ده عبارة عن ايه عبارة عن وده نفس الفكرة تعرف تفرق يعني خدت بالك هتلاقي الخط ماشي كده خط اهو خط ده يفرق لك بين الجلد السليم والجلد الايه والجلد الانفكتد مش جلد السليولايتس انه هو مش سبرفيشل فممكن الموضوع يوصل لدرجة انه هو يدخل في كبه وممكن يعني يوصل لدرجة سيبسيز وممكن يبقى فاتل كبه ممكن يبقى فاتل طيب ايه تاني بعد بعد السليولايتس الاكيوت فوت بويزنج انا قلتلك قبل كده الحتة دي ات الموضوع اللي فاتت احنا قلنا احنا عندنا في الجرام بوزيتف بكتيريا نوعين من الاكيوت فوت بويزنج لاما الفوت بويزنج اللي بتعمله الاستاف اه وده بيبقى مالي اه بوميتنج طيب وده غالبا بيكون مسلا من اكلة مطعم فيها مايونيز وفيها حاجات زي كده بيبقى اه بخلال ست ساعات الموضوع بيجي لك بأبدو من الكوليك وبوميتنج شديد جدا ومعها شوية ديارية ايبا ده هتشك في ستاف او بسبب بسلة السيريس والبسلة السيريس برضو نوعين لاما نوع بوميتنج طيب شبه الستاف لاما نوع ديارية ديارية جديدة فالبسلة السيريس برضو بتيجي بطريقتين اللي هو لاما يكون شبه الستاف لاما يكون ديارية يقوزين من ستة الى اثناشر منتس يبقى ازوم من ستة الى اتناشر منتسيبادة هنا عندنا البسلس سيليس ولو انت رجعت التقسيمة هتلاقي البسلس سيريس موقعها فان؟ البسلس سيليس موقعها هنا. شايفها فى الايروباك الاروباك بسلس السيريس معها طبعا بسلس م altitude الكلمة بسيلس معناها بسلس سيريس او بسيلس زي ما احنا قلنا المرة طيب ده بالنسبة للفود بويزينيج وحنا قلنا قبل كده ان الفود بويزينيج ده عبارة عن بريفورمت توكسن يعني هو التوكسن موجود والتبلعة التوكسن الورجينزم نفسه البكترية نفسها انت مش ايه مش هتعلق يعني هي مش هتلحق تعمل انفكشن فأوريدي التوكسن بتاعها هو الموجود حتى بلعة التوكسن ويدينا اشتغل طبعا بتعمل كمان جهة اسمها Post environmental pneumonia. تعمل Post viral pneumonia. tips Para تواضح نيومونييا ووسقط بعد الانفلوانزة او اشبه الانفلوانزة يعني ممكن بعد الكورونا تعمل الفلوانزة وبعد اي فيرل يعني انفكترينىgun ممكن تعمل اي فيرل يسئل باكترية انفكشن بعد الفيروس ده. وغيرتما بيكون طيب. د Lion QI. قلتلك قبل كده من السيلوليتس هي ممكن تدقل وتعمل Pe сожалению osteomyelitis Urpi. مصيبة بقى دي دينجرس دي انت ممكن معيان يحصلوا بيتيشة بس انا حاجزة كده. وموقع يتخل في سيبسيز ويتوفى. كمان الستاف نوع من انواع بتعمل 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 اكيوت اندوكارديتس بتعمل اكيوت اندوكارديتس وفي اللحظة دي غير ما بتكون جزء من يعني تبقى يعني مش مجرد الاندوكارديتس المواد دي مش بس دي ممكن حاجات تانية معها الستاف. طب احنا نعالج الستاف احنا قلنا قبل كده لما تكون م اس اس اي. نعملناها دي قبل كده. لما تكون م اس اس اي. اللي هو م اس اس اي. لما تكون م ار اس اي. يعني م اس اس اي. م اس اس طيب. كل الكلام بتاعنا عن الام اس اس اي. لان الام ار اس اي دي حاجة سبيسيفيك وليها انت بيوتوكس الخاصة بيها. طيب ايه الحاجات اللي بتشتغل على الام اس اس اي. اول وقت البنسلينز بشكل عامل مفوض بيشتغل عليها. ولكن لانه بتكسر لان اللي ستاف اولياس من طبيعتها ان هي بتطلع حاجة اسمها بيتا لكتميز انزيم او انزيم. ففي حاجات معينة من البنسلينز هي اللي بتشتغل عليها زي. الانتي ستاف بنسلينز. زي ضيك الاكساسلين او النفس سلين او الاكساسلين. ودي غير ما انا هقول لكم كمان شويا ان هي ما عادوش بيستغلوها او بيطلعوها لواحدها بس هي بتطلع في هنقوله كمان شويا طيب. او اه الحاجات اللي هي برضو مع البيتا لكتميز انهيبتر. بيتا لكتميز انهيبتر. اللي هو ايه? اللي هو يبقى موكسسلينز زي اللي هو او الانبيسلينز زي السلبكتام اللي هو او الحاجة شبيهة قوي بالبنسلين. ايه اللي كأنه بنسلين? اول في فانت ممكن تدي في فانت اشتغل على دول التلاتة. في حاجات تلاتة تشتغل طبعا. في حاجات اللي هو التازوسين. بيشتغل برضو. في بيشتغل برضو. ولكن هي دي الحاجات الايه? الاشترا اللي احنا ممكن. انا ممكن ان تدي مثلا اموكسسلين. بس مشكلته ان هو بيتكسر بالبنسلينز. فعشان كده حطيت معاه بنسلينز اللي هو عشان يطلع لي في الاخر يبقى انا بفكر ازاي اخطي اتخطى عقبة البنسلينز. او ادي حؤن زي حؤنة مثلا واحد ونصف جرام. او تلاتة جرام. او سبعمية وخمسين. او تلتمية خمسة وسبعين. والاوجمينت نفس الفكرة الاوجمينت انا ممكن ادي او 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 تابلت ممكن ادي ستمية خمسة وعشرين تابلت او ادي تلتمية خمسة وسبعين. تمام? او ممكن ادي بقى حاجات سبعية رأكتر اصغر من كده يعني عشان الاطفال بتبقى سبينشان تبقى مية ستة خمسين و تلتمية خمسة وعشرين. اه طيب ده بالنسبة للايه? طيب الجزء التاني اللي بعد كده ايه بقى? ايه بقى? ايه بقى? ايه بقى? ايه بقى? ايه ده غالبا بيكون اه خصف تلاتة ده ده هو ده وظيفتونه وبيشتغل وده لكل البيتالاكتامس. ما فيش حد في كلهم نقولنا قبل كده يعني ايه بتالاكتامس هنقول لها كمان شوية تاني. فبيتالاكتامس بتشتغلش ضده. فلازم يفترعوه له حاجة تشتغل ضده فاحنا حاليا نعرف الفانكومايسن واللينزوليد والدابتومايسن. يوشوال في الكريميكالبراكتس احنا ببنشتغلش دابتومايسن. احنا ببنشتغل ايما فانكومايسن الايما لينزوليد. في حاجات انا بتشتغل فيه طبعا بس برضو بيستخدمها بس في سبافلشة لاما ريس ايه. لكن لو انت بتتكلم في حاجة ايه انفازي باما ريس ايه يبقى انت لازم هتستخدم لاما فانكومايسن ايما لينزوليد وهقول لك السبب كبان شوية. ليش معنا فانكومايسن بنستخدمه بيشتغل مع الاماريس ايه والبقى ما بيشتغلوش. طيب. يا ريت وحضرتك بتقول اه تبقى تدي امثلة يعني عن مضادات الحيوية. زي ما حضرتك بتعمل كده يعني بس ايه يعني يا ريت في كله. حاضر حاضر هو كده كده ده تلاقش. تلاقش هو الحاجات دي جاية بالتفصيل كمان يا بان شوية. اه في حاجات في حاجات اللي ما بقولهاش بالتريد نيم لانك انت بتستخدمها يعني يعني على المستشفى. يعني ما اقول لك فانكومايسن ايه فائدة انا اقول لك ان هو اسمه بانكو سيل مسلا. ما انا مش هروح اشتري بيشتغل وحدي او هكتوبه فرشيتة. ده ده هيتواصف داخل المستشفى. وبالتالي فانا لو كتبت فانكومايسن داخل فيستحصل الحاجات اللي جوة المستشفى احفظ اسم العلمي بتاعها بس بخلاص. اه الا لو كان بقى الاسم التجاري بتاعها ده يعني شائع الشيوع لدرجة اين بتاع الناس ما بتستخدموش ما بتصدقش الاسم العلمي بتصدق اسم تجاريزية مسلا انتزو سن. مش هقول مسلا ان مش هكتب في النوتس بتاعتي في بتاعي ولا هكتب اه بسيل انتزو باكتم. لأنا هكتب تزو سنة على طول. مش هكتب اه يعني اه بسيل انتزو باكتم ده لو انا بطلبه عن طريق كبيوتر. ايه كدبتها في رشيتة داخل المستشفى في الاي سيو ولا في الوردة هكتب ايه? هكتب اه تزو سنة على طول. فالستاف ابيدرميديز ده لو تفتكر معي ده نوع من انواع الجرام لو نرجعنا كده للتقسيمة اهي تحت كده هادي الاستاف ابيدرميديز هنا. هادي الاستاف ابيدرميديز. مكانها فان? مكانها جانب السابروفيتيكاس ولاد عام من الاستاف فوريوس. الاستاف ابيدرميديز دي بقى دي ما كانها فان طب من اسمها ان هي نورمل فلورا للسكن. نورمل فلورا للسكن. ولكن هي بتحب هي متخصصة في شرط حاجات حلوة كده. هي بتحب تعمل للبروسيتك ماتيريالز. ايه حاجة داخلها للجسم بتحب تعملها ليه? لانها عندها فيلم كده حاجة اسمها. يعني حاجة بتحميها فيلم حواليها بيخليها تلزق في هي الفوري ماتيريال دي. فتتعمل فتلاقي مسلا يبقى بيستاف ابيدرميديز. يبقى بيستاف ابيدرميديز. يبقى بيستاف ابيدرميديز. بتاع الغسيل بتاع الكيمو الثرابي يبقى استاف ابيدرميديز. المهوكر بتاع الغسيل نفس الفكرة. كلها من ضمنها من ضمن بتاع الاستاف ابيدرميديز. مشكلة ان هي محتاجة فانكو على ربك. نحتاجها فانكو بايس. لو انت شكت في ابيدرميدز يبقى لازم عشان كده ده يعني حل الابدرميدز هو البروبر هاند كلينيج والي هو تعمل هاند ووش كويس قبل ما تعمل عشان ما تاخدش الاستاف ابيدرميدز من على الجلد وتدخلها يعني شوية الالكوحول وللبيت هذين اللي انت بتعملهم قبل ما تدخل الكانونة ولا مدخل ممكن تحمل عيان من انفكشن عنيف بتاع الاستاف ابيدرميدز هتحتاج تدليها فانكو عشان. ده بالنسبة ليه الاستاف ابيدرميدز طب الاستاف ايه. دي تخصص في ايه. اه بيسموها. اي اختي. اي اختي. مش عادة مرة علي ان مش عادة معلومة صحة ولا. انهما يقولوا في الانجكشن العادي مسلا انترا ماسكولر او كده مش محتاج تعمل بالكوحول سواب او كده. لا لا فيش الكلام ده. اي مجرد منامزة الجلد لازم تعمل سواب. فيش حاجة اسمها اعمل انت اصدك انت اصدك عشان يعني اصدك? لأ برضو. عشان ان هي ما بتخلش ما بتخلش انت كده ما بتخلش الباكتيريا ودخلها في البلدستريم. بدخلها في المصل. اه لا لازم تعمل برضو هندووشن. فيش فيش بروسيدجر تمس بقى العيان من غير هندووش ومن غير سوابي. لا الهندووشن مفيش عليه خلاف انا بكلم من السواب معرفش انا في الفكسينيشن او كده كنا بيقولوا حاجة زي كده مش عارف. طب نريد اتكلم في مكان هيمكن اصدك عشان الفكسين نفسي ما حصلوش دي اكتيباشن. هي ممكن يتكلم في مكان. خلينا بس نكمل عشان اه يعني ايه? الموضوع بنتصل ببعضه يعني. بيسموه هانيمون سيستايتس. هانيمون آآ سيستايتس. ده يوتي اي بيحصل في اكتيف ومن. آآ ده بيتحلد بايه? افتكر كده معي. دوايين مشهورين جدا. عندنا احنا نستخدمهم اللي هما السيبرو فلوكسسل سيبرو. سيبرو فلوكسسل اللي هو نوع من انواع الفلورو كينيلونز. وكمان الكو امو كوترايموكسازول. كوترايموكسازول اللي هو السيبترين. السيبترين والسيبتازول. طيب الاتنين دول بيعملوا ايه? الاتنين دول بيشتغلوا على يعني احنا بديتكلم في بيشتغلوا على برضو. بيشتغلوا على في وكمان بيشتغلوا على يعني جنوعين. او اشهر ثلاثة انواع او اشهر ثلاثة مساببات قلت لكم عليها بكده. ثلاثة مساببات دي اشهر واحد. ثم يأتي ثم يأتي بروتيس. طيب لو انا فكرت بعمل منها بكل حافظنا التأسيمة. الاي كولاي. لو قلت اي كولاي. اي كولاي. اي كولاي دي لا هي هي مش كوكاي. يعني قريدي كده خلاص احنا عرفت ان هي مش كوكاي. هي باسيلاي. طيب باسيلاي بوزيتيب ولا نيجاتيب انا عارف بحافظ الباسيلاي. هي بوزيتيب لهمة الباسيلاس والقصة اللي يعني حافظنا هده. يبقى اذا انا عرفت اوتوماتيك ان دي جرام باسيلاس. طيب اللي بعده سابرو فيتيكاس ستاف بدان قلت ستاف يبقى دي على طول جرام بوزيتيب كوكاس. طيب البروتيس البروتيس بالزبط زي الاي كولايش اللي هو ايه جرام باسيلاس. التلاتة دول بيشتغل عليهم السيبرو وهي الكوتراي موسيزولي ما انت افتكر كده يعني اعيان جايلك بيوتي اي وانت لسه ما عملتش رايز تلو حاجة او حاجة يعني ايه دي سيبرو او ايه دي سيبتازول. اللي عيان لغاية ما تشوف من غاية ما تشوف الكلشور او تشوف ايه يعني ايه. وانت عمل ده بالنسبة لي طيب اللي بعد كده 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 خلصنا الستاف اللي هو اهمهم كان ستاف اورياس واخواته اللي هم ندخل بقى على الستريبت اللي هي اهم نوعين فيها. اللي هم الستريبت بايوجينيز والستريبت نيموني. الستريبت بايوجينيز ازا اقول لكم قبل كده انها بتعمل 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 الفارينجويتز بتعمل الفارينجويتز. بتعمل بيشخصوها ازاي? لما كلشر ودي حاجة اه مش عملية. هلان اعمل كلشر عشان استريبت اه لا لما بيعملوا وده بيشخصها بسرعة. علشان اعرف ادي بنسيلين او ادي اموكسيسيلين. لو انا شاكك انه ده زي مسلا الشكل اللي قدامك ده. غريبا في عشان هي بكتريال هتلاقي بس هتلاقي بس على ان عاملة ومعها بس. لا اما هتلاقي بس مجرد هاي بريمية ونقاط برضو كده. والبيلرز برضو حمراء. وما فيش بس. ده بالنسبة لله ايه? للباجين. يعني الشكل اللي على الشمال دهو ممكن يكون فيرل ممكن يكون فيرل او ممكن يكون لكن الشكل اللي على يمين انا متأكد ان هو متأكد ان هو علاجه ايه? بتدي له اموكسيسيلين او بنسيلين عادي. ده حاجة سيمبل جدا. طبعا عايز حاجة تدي حاجة شوية للاموكسيسيلين ادي اللي هو او اخوه اللي هو اليونسيل اللي هو اليونسيل او اليونكتاء. ونت هتدي حاجة ودي هنتكلم عنها في الانفكشنز بقى. ما تجي اتكلم عن السيليولايتس. السيليولايتس. طوضيتكم معنش في الواقع يعني مسلا زيتونسولايتس بالشكل ده. لأ مش سلم اللي حتى بنشوفه وديش شاتيجة نهائية. لو قلت لحضرتك هاتي بتزمينه. اه اه ماشي. لو اجمنت الايوة لكن قصد يعني معرفش السبب بس هو ده اللي بيحصل يعني. عادي في مشكلة. منه وانا هتكلم في موضوع في الاخر هتكلم عنه. ليه البكتيريا بتبقى بالحاجة كنا عارفين ان هي شغلة عليه. احنا لسه بنتكلم دلوقتي احنا لسه بنسس للموضوع. ان لا نظريا شغال في الحتة دي. ممكن ميكونش يشغل معك في الكريمية. اه طبعا ممكن انا عايز اقول لك بتاع بريطانيا اللي هبتش. انا ميجي يتكلم عن العلاج النيومونية في النيومونية بتصنف على حسب حاجة اسمه بنعمل له حاجة اسمه. فالماء لنيومونية ما كاتبين انت تديلها في الاول. طبعا الكلام ده غير وقع جدا عن ده. يعني انا هتديه حالة نيمونية. كاتبين ان هي مريد نيمونية اللي انا هسيبه روح البيت. فالبراكتس حاجة هو الكلام النظري حاجة. هو بالنسبة لهم يمكن. يمكن بيعملوا الكلام ده فعلا. لكن بالنسبة لنا احنا لا ما ينفعش. انا في شغلي مش هسيب مريد نيمونية روح البيت لاني في عامل اخرى كتير جدا بتحكمني. ان هو المريد مسلا هيبقى نوتو ديرانتر. الاهل ما تفهم نفسهم اللي حوالي مش ومش مش مدركين الخطورة اللي هو فيه. لا موكسسلين ايه? الاورال ده في يعني في حاجة اسمها للمكان المفروض اصلا كل مستشفى. بتعمل حاجة اسمها اللي هو بسموها المايكروبيوتا حوالين المكان. يعني اه بيعرف اللي هي ايه اللي حوالين المستشفى. في محيط المستشفى. المستشفى دي سنتر في النصر. وبتعمل سيرفي او بتعمل على ايه اللي حوالي ايه اللي بيجيلي. وبتعمل عليها بتشوف هي يعني. وعلى هذا الاساس بتحط بتاعتها بتاسمها بتاعتك. علشان كده معظم او معظم البوكتس والجايدنز زي بتاعت جون هاتكنز والسانفورد ولا ولا روز ايلند ولاك حاجات اللي زي دي البوكتس كبيرة بتاعتهم دي بيقول لك في الاخر يعني لو انت احضرت يعني كده عشان هو ممكن بتاعتك مختلفة عن الكلام اللي انا بقوله لك. عاديك اه وصلت الفكرة دي ايه. طيب فعندنا السيلولايتس ومنجحة لو اللي هو والسيلولايتس والامبيتيجو. احنا قلنا قبل كده اللي احنا السيلولايتس والامبيتيجو بتعملها وبتعملها. الاتنين دول يعملوا غالبا زي ما قلت لك مش هيبقى هيبقى. اما الليكروتايزنج فaquائي بتعملها الباجины hike هالستريبتا يوجيليز وبتعملها الانيروبس بتعملها perch. يعني الانيروبس زي ايه زي الكلستريديا زي احجى اسمها البكتيريويدز. البكتيرويدز مش محتيو تصنيف طبعا في بكتيريا كتير مش محتيوfsك التصنيف. لان مش كل حاجة تتحط جوة تصنيف اللي هو الكلاسفكاش الناحن عاملينه يعني. بس اللي الموجودة في بتبقى الامة كلاستريديا اما الحاجة اسمها بكتيرويدز. بكتيرويدز. طيب ايه مشكلة ده دي بقتش برضو عنيف بيأكل بقى في الفاشية وبيأكل في وبيعمل وبيموت العين. يعني العين ده ممكن او على الاقل العين ده هنعمله لو ما تنظفش كويس اتفتحه وتنظف كويس وطلعت البص بتاعته فالعين ده ممكن يموت فيها بالشغلة جدا. طيب نفس الفكرة برضو زي زي الايه? زي الستاف. زي الستاف. طيب. بتعمل حاجة برضو يعني كده مش مهم نتكلم عنه دلوقتي. اه بتعمل بقى حاجة اسمها مشكلة بالزاد ان هو في جزء بتاعها الشبه الخلايا بتاعت الاندوكارديا بتاعت الهارف. فالاميون سيست بيطلق بط. يعني هي هاجم الانتجم بتاعها ولا يهاجم. لما يجي هاجم الستريبت يقوم هاجم كمان معها مين? معها الهارف ويعمل اندوكارديايتس. بيعمل قصدي ريوماتيك فيفر عند انظر ان هو عمل حاجة اسمها عمل كارديايتس. زاوته من كارديايتس يعني. وفي نفس الوقت برضو شبه الخلايا بتاعت الجلوميرولاي بتاعت الكيدني. هي من حاجة اسمها الفوستستريبتوكوكا الجلوميرالنفريتس ده. نفريتكس دروم. آآ نفريتكس دروم يعني ايه? يعني مين لي ماشي مع هيماتوريا. العين بيبدأ ينزل ده بلا مش 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 يعني كيمة نفريتكس دروم هي ان جنرال هيماتوريات. لكن النفريتكس دروم بيكون اديمة اكتر. او بروتينيرو اكتر يعني. فالنفريتكس دروم معناها ان الكيدني بتسقط يعني ايه بتقع جوة جوة بييبقى معها هيماتوريا. عشان تمنع ده او روماتيك فيفر ده طبعا اسمها اكيوت روماتيك فيفر. بتحصل تقيمة بعد اسبوعين ثلاثة لازم هتدي بلسلين طويلة بفعول ما ده الحقيقة. طبعا بتتشخص عن ونكلم عنها في الجزء التالت ان شاء الله. او في جزء الانفكشن بتتشخص بحاجة اسمها الجونز كريتيريا. الجونز كريتيريا اللي هي كريتيريا في التشخص. في حاجة اسمها اللي هو البنزازين بنسلين. في حاجة اسمها السكند بروفلاكسس. السكند بروفلاكسس ده اللي هو لو فيه تبدأ تبدي سكند بروفلاكسس بالاوبسي. بالاوسبن اللي هو الاورال بنسلين. هنكلم عنها كمان شوية في الاعياء في الاورال بنسلين. ده بالنسبة ليه للستريبت بيوجينيز. يبقى للستريبت بيوجينيز لو قد تتعجل حاجة مهمة. ده حاجة هتقابلنا كتير حتى في باكتس العادي. بتعمل كتير. بتعمل في الاطفال. بتعمل الحاجات الكبيرة قوي بتاعت. لو خدت بلد برضو احنا ماشيين كل ماشي حاجة سبرفيشية. يعني بيحب وبيعمل وبيحب كمان الحاجة الابر. الابر. فالجرام بوزيتف حتى الان احنا بنتكلم في وبنتكلم في يعني ما اجا اقول لك اللي عنده عنده اه عنده سيناسايتس او عنده دماغك حتى بدون ما يكون حافظ كل التراكيب دي لو انت ما عرفتش لسه تحفظها دماغك هتروح الاول على على ايه هتروح على جرام بوزيتف. لازم اغطي جرام بوزيتف. وغطي كمان بالمرة لو انا بفكر في حاجة كده لان المنطقة دي منطقة ومنطقة ومنطقة فانا لازم اغطي الاستاف والستريبت. وغطي لو انا بتكلم في اي نتي. بتكلم في اه او بتكلم في او بتكلم في او بتكلم في وطايتس. وطبعا بتاني الحاجات تانية. الغلال زي مسلا الابدرميديز اللي بتحب اللايينز والسابروفيتكس ويحب الوتي اي. ما فيش مشكلة. يعني حتى الاسابروفيتكس دي اتيتودها اتيتود جرام نيجاة ايه جرام نيجاة المسلس. يعني ماشي مع ليك ولا يماشي مع البروتيس. مش ماشي في اتجاه الحاجات بتاعت الايه. طيب. الستريبت اجالاكتيا ده النوع التاني اللي هو اخو الستريبت بيجينز اللي هو بسمول جي بي اس اللي هو جروب بي. ده بتعمل ايه? دي نورمال في الفجينا. نورمال في الفجينا. فبتعمل ايه? الطفل هو بيتولد بياخد الانفكشن وهو ايه نازل. بتقوم عاملة نيوناتل مينجايتس. ونيوناتل نيومونين. ونيوناتل سيبسيس. مركزة هي في النيوناتس. ليه الطفل بياخد الانفكشن هو ايه? بيتولد. فالحله ايه? ده حله تاخد ايه? تاخد ايه? لو انت اه شايف ان في انفكشن. الدي الواسيدي امبسلة اللي هو زي الفلوموكس مسلا. او زي مسلا يونيكتام يونسين اربع ساعات قبل الديليفاري. اعمل برويفلاكس اربع ساعات قبل الديليفاري. او سيفازولين ده نوع من انواع سيفلوس بورينز. علشان تيحمي الطفل من انيوناتل مينجايتس. في حاجة تانية احنا قلناها قبل كده كان بتعمل انيوناتل مينجايتس. او طبعا الاستيرية انا كنا قلناها قبل كده. فين مكان الاستيرية? الاستيرية مكانها فيه في التأسيمة. مكانها هنا. اللي خدت بالك. مكان الاستيرية فين? فوق الباصلوس. فوق الباصلوس. يعني ده جرام باصلوس. زي مع الانزراكس ومع الباصلوس ومع الكورويني باكتريان dzieftere. فحاكتين دلوقتي احنا خدناهم بيعاملون مشناتل مينجايتس. طيب احنا كنا فيها نقفين فين? اه. في مينجايتس. طيب هاستيبتو نيمونية بقى الحلوة النيومو كوقاية الجميلة دي. بتعمل بتعمل اللوبر نيمونية بتعمل اللوبر نيوموني. الكلمة اللوبر نيوموني يعني نيومونيا يعني تلتزم بحدود الاناتوني. مسك له معينة. مش برونكو نيومونية ولا года. يعني مش بتعدى الحدود بين اللوبيول والو PLU. و كمان عندك بتعمل تعمل تعمل تعملي؟ وتحب تعمل تعمليينجيتس وهي بتحب تعمل 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 تكليمة نيومونية بي individuش لكنها النيومونية فقط. لأ ده هي من ضمن الحاجات الشهيرة جدا. بتعمل تعمل تاني بيعمل من نجارتز زيها فانت عندك لو قلت لك يبقى انت لازم تغطي نايسيريا اللي هي بيسموها وكمان تغطي نيوموكوكايا اللي هي وبالمرة طبعا هتعمل لك والسيناصيتز زي اللي فاتوا يبقى احنا الدخليسة برضو ماشيين في بتاع الاني تي انفكشنز في طيب عندنا مجموعة من اسمها وبسموها يعني انواع طبعا تحت في كزا نوع دي اصلى في الموز نورما الانهابتان في الموز والزنة في طاق تعمل تساوس اسناء متعمل تساوس اسناء ولكن اسناء زيما تراجب لكده ممكن تدخل بغض fus Ogamame وتعمل بتوصلي الكلام وبهما تسمحها سابكيود Bacterial endocurbates وبدي لها علاقة خاص برضو انا اتكالي عنها في لم hashtag an eachcarnosوبان وهنا اتكالي عنيفا شوية اه اسمها الانتيرو انتيرو كوكس بتعمل ايه انتيرو كوكس? انتيرو كوكس ده نوع مع نوع لستريبت بس هما مسمينها انتيرو كوكس. دي برضو نورمال انت فايل في الكولون. فهتخليك تفكر بما انها في الكولون يعني ممكن تعملي جاسترونترايتس اشتاقي الحقيقة هي ما بتعملش جاسترونترايتس بالشكل انت فاكتو ده. هي بتعمل برضو. بتعمل وبتعمل اندو كرديس شو ده رير. لكن ايه مشكلتها? مشكلتها ان هي المفضة ده علاجها ايه? بنكو مايسن. انتيرو كوكس ده مشكلتها ايه علاجها بنكو مايسن. المشكلة اني فيه طلعت من بنكو مايسن بتبقى ذات نفسه. الوحش الكبير اللي هو بنكو مايسن ده بقى فيه اسم حاجة اسمها بنكو مايسن ريزيستنت يندينو كوكس. اللي هو بنسموها ال VRE. ال VRE. وبتعمل في الفوليس كاستر. كلا وعيان مركب فوليس. اه طولت يعني الفوليس دي مسلا الراجل ده يعني انت شاكك ان في 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 الكاستر ديت لازم وانت بتشتغل تكون مغطي مين? تكون مغطي الانتيرو كوكس. لما انت اصلا قريدي بنحافظ على العين على بنكو. والبنكو بيحب يتحط معاجة بيحب الامينو جولاكيزايتز قوي. يعني هما الاتنين بيشتغلوا دوت وحلو مع بعض سايننا الجزم. او تدي امبسيلين معاجة وده غالبا بيستغل في علاج الاندوكارديتس. ده من ضمن بتاع علاج الاندوكارديتس. انت بتدي امبسيلين وبتدي معاجة الامينو جولاكيزايتز. او بتدي اه اللاينزوليد. اللاينزوليد ايه لو انا الفنكو فشل فهدخل بالاستلاح التاني اللا هو اللاينزوليد. يعني بمعنى ايه? بمعنى ان في علاج الامرس وده استراتيجيه عامة في علاج الامرس ايه. وعلاج ما تبدأش بالاينزوليد. ان اللاينزوليد ده السكند لاين بتاعك. ابدأ بفنكو. لو ما فيش اي يمنعك لت تتبع فنكو. ابدأ بفنكو. والاين من محكوص في الاي سيو ومحكوص في الورد. غالبا العين اللي هبدأ فنكو ده يبقى محتاج اي سيو. اه يعني مش معقول هتدي في انفكشن وهو اصلا يعني 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 الفانكو ده معنا المواريد مواريد تعباد فعلا يعني. فانت بدأت فانكو ومعايز مسلا طبعا كده ساعتها انت متأكد تماما انه راجل ده الكيدني بتاعته كويسة جدا. زي الفول. لانهما الاتنين نيفروتوكسيك. والفانكو ميسين نيفروتوكسيك. هما الاتنين. فانت اخد بالك من حتة دي. طيب لو في ار اي. الفي ار اي ده طبعا دي خلشة. طب انا اصلا معندش خلشة. شكيت في يعني شايف ان الفانكو مش جايب نتيجة ساعتها اوتوماتيك لقم ايه موقف الفانكو وداخل بلينزوليد. لكن لو انا بدأت من الاول. طب انا لو لينزوليد ما جابش نتيجة هعمل ايه? خلاص كده من خلصت كل بتاعتي ادخل ببانكو ما نفعش. انا مش هارجع الورا يعني. دي بالنسبة لالانتيرو كوكس طيب. بالنسبة بقى للبوفيز. البوفيز ده يعني ايه برضو في هي سابسا بس في حاجة غريبة مع 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 يعني يعني من ضمن الحاجات فيها مع مع يعنت لو لو عملت شرفت كالش فيز اه ادوك ابعت نعمل عشان موك يحتمل يكون عنده او حتى عامل له عشان يحتمل يكون عنده عشان يحتمل يكون عنده طيب كلمة كوليستريديا يعني انايروب بتعمل أية بتعمل الطبيعي يكون موجودة في السويلي في التربة يعني هي arquitectود، تتخذها من التربة whipping تعمل gente هل حلوا بأية الكوليستريدياً دي؟ عندما عايك من دخلين في الذات لا يقدر الله طبعا عن مصيبة او دخل في ايتيت مصر. حلو ان انت هتعمل تعمل تعمل وهتدي متروندازول وهتدي والعين ده هيتحجز لازم هيدخل اه مستشفى ولازم تكون مركز معه بقى كويس. عشان المصليز بازمي ده ما متدش لمصليز مهمة زي او البوتيولينوم. البوتيولينوم دي موجودة في السويل. في التربة وموجودة في شهد حاجات تانية بقى موجودة في حاجات اه في فواكه مالش مخصولة في بيجيت بزمش مخصولة ده عبارة عن عكس التيتنس التيتنس كان سبازم ولكنه سبازم لكن البوتيولينوم لقى سايب خلص. طب بيشتكي من ايه? من دبلوبيا ومن دسفاجيا ومن دسفونيا. يبدأ عينه تزغلل ممكن او اللي يبدأ يحصل له دسفاجيا وممكن ايه شوته يتباح لان اللي حصل لها شهيرة اللي هي كمان. لو هو راجل كبير يبقى ده العين ده جاله من معلبات. طب لو طفل ودي حاجة شهيرة جدا. لو طفل يبقى شك ان الولد ده كالعسل اكل عسل او حصل عادي. فالواند دلوقتي عندك. التيتنس ممكن يحصل ان ده سويل. والبوتيولينوم ممكن يدخل برضو في الواند انفكشن. ديت بتعمل اللي هو لكن الاشرر بتعمل حاجة اسمها جاز جانجرين. بتعمل عنيف جدا في المسلز اسمه جاز جانجرين. بقى اسمها بسموها الجراحين عارفينها في بالطاقة العين ده بالطرقة. تفحص الجلد كده وتحط ايه ده كده تسمع تقطقة. حاجة بالطرقة كده. او بتكسر تحت الجلد. ده معناه في هوا تحت الجلد. معناه في هوا في انفيزيما تحت الجلد. بسبب ايه? بسبب الكوليستليديا من اللي طبعا دي مصيبة فترة. لينبس ريترينج. عنده ممكن اللي ما طعليكش كويس وهحصل ممكن اللي عنده يفقد الليمبي بتاعه. يفقد الليمبي. طيب اخر حاجة من الكوليستليديا اللي هو البرنس الكبير بتاعنا ده 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 كوليستليديا بدفصل وده كزي ما قلت لك ده في الأسل اصل. هتدي مدة اكتر من اربعتاشر يوم. فهتابق في الوراء. هتابق الفورامين بقى اللي هستغلي الفرصة. وهيحصل لها سوبر انفكشن وهتعمل وتعمل عنيفة وتعمل لونه ابيض كده على على طبعا هي اسمها يعني. واسمه الموضوع ممكن يتطور لدرجة ان هو هيوصل لحاجة اسمها والعين ده يدخل ممكن يدخل حتى في في ده عن فكرة علاجه ده هنقوله في مكانه بس بسرعة يعني كده ده من اللي بيشتغل ضد الانروب هتديلها او هتدي او هنقول لك السبب كمان شوية او هنقول لك السبب كمان شوية او ربانكو مايسل طيب يعني مشتغلش او معه يعني هم يحتاجين حاجة لوكل تشتغل لوكل. اما او الميتولوندازول وده الفيرست لاين او الفانكو مايسل وده الاحسن من الميتولوندازول بس ده سكند لا يبدأش من الاول. احسن من الفائدة. هنبدأ اه هناخد بس بريك لمدة ربع ساعة عشان الصلاة رايشة في مصر وهنجع عشرة بالضبط ان شاء الله. بسم الله رحمة رحيم. يعني كده خلصنا الكوليستريدية ندخل على الكورين البكتيريا من ديفتيريا. دي ما طول قبلكد هالدفتيريا معددش متشرق الامدي او معدش مجولة تقريبا بسبب الديبيتين والفكسينيشن. طب لو جات الدفتيريا اللي ممكن يحصل الدفتيريا اللي بسمى الخناق ممكن تجي في صورة لينفا دي ربسي عنيفة. مشكلتها الاساسية ان هي تجيب بسبب دي المشكلة الرئيسية في الدفتيريا. الدفتيريا بتعمل بسبب طيب لو حصل الدفتيريا الحل ايه? الحل هتدي بنسلين عادي وهتدي و لازم طبعا يبقى في امراض معدية. بالنسبة للليستريا برضو موجودة في السويل. انا احنا لو انت خدت بالك هتلاقي الانيروبس كلها موجودة في السويل. في السويل تقريبا يعني. موجودة في السويل او موجودة في الموصف. الليستريا موجودة في السويل? موجودة في السويل. بتعمل ايه الليستريا? بتعمل حاجتين. دي ما تعمل عن طريق اللحمة او او لما هتعمل زي ما قلتها بالكده يعني في النيوناتز وكمال في الالدري. في الالدري. وبرضو بتاعها في النيوناتز بيجي عن طريق ايه? عن طريق الفجينا. عن طريق الفجينا. بقى الحاجتين بيعملوا النيونات Blendz. في حاجتين بيعملوا نيوناتز ملنجيتز. لاما الستريبتات غالكتيا اللي هل بسامهون الجنو الغروبي قدي. لاما الاستيل. يجيو البقى للباسيلس انتسراكس. الباسيلاس انتسراكس ده الجملاء الخبيثة. لاما الت LAU murdered creative السكن انتسراكوس اللي هو بالس sweeter. وهو ده هو الذهب��ل تسمى علي اسمه الجملاء الخبيثة. لاما تعمل بالمودية انفكشن فتعمل catches新itis وتعمل هيموريتش وتعمل شوك. وهو ده السبب اللي كان اللي بتستخدم على اساسه عشان تبقى سلاح بيولوجي. علاج الانتراكس ايه دي يعني روب. يبقى هاتيدي كريندوميسي. يعني كريندوميسي بيشتغل ضدها. وفي نفس الوقت والدوكسيسيكلي بيشتغل ضدها. ده بالنسبة لهايه? بالنسبة للسيريز. احنا قلنا السيريز قبل كده بتعمل ايه? من اخوها اللي بيعمل اكيد فوض بايزنينجille الستيف اوريس. وفي اتنين بيعمل اكيد فوض بايزنينجil استاف اوريس والبسين gehört السيريز. الاندر مساء الواحد أو ليهيتيت كزيز سمل اسمه حتى ايه سندرون. ده اسمه ليهيهيتيت رايز سندرون. ليهيتيت رايز سندرون。 بتعمل ليهيتيت رايز سندرون. طيب بالنسبة للالاكتين Oxyd. الاكتي نو مايسيز زي مقchild im dicباردو ايه أمريوب. دي امريوبك. دي موجودة في في الماوس. موجودة في الماوس. لما تيجي تعمل تعمل ايه? هتعمل في المنطقة اللي حواليها. لما تعمل لما تعمل لما تعمل لما تعمل لما تعمل ده حاجة غريبة بقى. تعمل للايو دي. تعمل للايو دي. مشكلة بالزات ان هي بتاخد فترة طويلة جدا 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 للعلاق. ممكن توصل لسنة كاملة عليك. العيان ممكن يفضل ياخد بالسلة لمدة سنة. يعني من اسوأ او من ارخم انواع الانفكشن. الميلد الميلد فور من الانفكشن الكتب كتب من شهرين من ستة شهور كاملة من شهرين من ستة شهور بتدي برسلين العين ده. او لو هو سيفير انفكشن هتدينه من ستة شهور لسنة. حلو ايه? الاكترين الماس بتحب تعمل افسيسي زي ما قلت لكم. فحلو هتلازم اول حاجة اي افسيس. اي افسيس. لازم هتعمل له درينيج. لازم تفتح الاسس. في قاعدة جراحية معروفة. اف بس اندوت لتتقوت. اف بس اندوت لتتقوت. خرجوه. خرج البس بعد كده نتكلم. هتفضل تدي انتبيوتكس. انتبيوتك مش هعف يعدي بتاع الابسيس عشان يدخل. فضي الابسيس ودي انتبيوتك براحتك. بلازهم بيلانترو نظول. بيشتغل على الانروس. بienstغل على الانروس. وبنسيل لان بيشتغل على الجرام بوزيتل. لان الاكتايه النوميس endless ما احنا في التقسيمة دي فيلامنتس. درام بوزيتف انروس. اللي هو احنا قلنا بكده. الكتيريس يك drawn positive عبارة عن تلات حاجات. صح? لاما باسيلاي لاما جوكساي لاما حاجة اسمها بكتيريا من ضمن بكتيريا كان عندنا وحاجة اسمها النو كارديا النو كارديا دي بقى دي اللي موجودة في الفم طب في حاجة تانية كتت موجودة في الفم احنا قلناها من شوية حد فاكر احنا كنا قلنا حاجة وكت موجودة في الفم للموس اللي بتعمل تسويس الاسنان اللي هي بتعمل في حاجتين في الموس حتى الان ده عشان ده عشان كده ده كدس الاسنان بيكتبه في لاجير بتعمل 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 ودي اللي كانوا زمان بتاخد قبل ما تعمل اه قبل ما تشين الاسنان علشان حتة الاسنان بس دلوقتي خلاص لغوها بقى لهم كم سنة ده بالنسبة ليه الجرام احنا خلطنا تسعتشر ساعتاشر البكتيريا دي كده احنا خلصنا في جدول زي ده المرة جاية ان شاء الله هيلم مضوع آآ نيجاتل بقول يعني ده كله كان مراجعة لان احنا كمنا على الحكاية بكده يعني آآ المرة اللي فاتت طيب نيجي بقى للانتيبيوتكس مراجعة سريعة برضو لتقسيم الانتيبيوتكس اللي احنا كنا قلناها المرة اللي فاتت احنا قلنا الانتيبيوتكس على حسب الامكانيزة بيتمقسم الى خمسة جربات خمس بتعمل خمس اكشنز اول واحد تاني واحد تاني واحد تارت واحد ان هم التلات المنطقة دي منطقة دي منطقة رابع واحد حاجات اللي بتشتغل على خمس واحد حاجات اللي بتشتغل على على كم احنا او قلنا ان دي عبارة عن اربع مجموعات عبارة عن اربع مجموعات اللي هم مين اللي هم البنسلينس البنسلينس بانواعها كلها ادي كده واحد اتنين كده اتنين تلاتة اربعة المونوباكتامس والمونوباكتامس حطها طبع طبع يعني او خمس مجموعات ده اخيليهم خمسة لا معلش شان انا ما حسفتش باربعة كل الاربعة دول اسمهم والمجموعة الخامسة هي وهو يبقى كده خمس حاجات خمس حاجات ندعنا عليهم سيل اولل. يعلموننا البنسيلينز. الاما السيفالر me selling olols المل كربoyu الاما. الاما المال. المناوبكتب سيفك من الباقي في اللي انا نركز في البنسيلينز. البنسيلينز قلنا برضو عبارة عن اربع مجموعات. قلنا انهما اول ما اكتشفوا البنسيلينز اه اكتشفوا الناتشرو البنسيلينز. انه هو الناستيosseol البنسيلين الاصلي البنسيلين جي. ده عبارة عن عاجة بتتخد اي فيε. واي ام. تمام? قال له عايزين نعمل منه اورل فاخترعوا هو نفسه ولكن اه بتاعته. طيب عايزين نعمله يعني طويل المفعول جدا فحطوله مادة اسمها وبقى اسمه وطلعونا اللي هو طويل المفعول. ثم طبعا قال لك بتشتغل على ايه? قال لك والله وجدنا ان هي بتشتغل على على وتشتغل كمان على لو تفتكر ايه 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 هي دي اللي بتعمل لنا اللي بتعمل تمام? وشوية حاجة بسيطة قوي. اللي يعني لقوا الاسبكترم بتاعها قليل فاحنا عايزين نوسع على الاسبكترم فاهم اخترعين حاجة اسمها بقى اللي جهة دي حاجة بتشتغل على الاسبكترم اللي بتكسر النفس الربجانسلن. احنا عايزين حاجة تشتغل على البيانسلنس بروديوسينج ستاف. فقال لك والله احنا لدينا نفسسلن وميسسلن وميسسلن وكولوكسسلن في حاجة اسمها كان يضايق لوكسسلن. شوية حاجات حلوة كده اكتشفوا بعد كده ان الحاجات دي اسبكترم بتاعها ضعف. بقت تقريبا بس ماسكة الستاف. يعني اللي فات ده ما بتشتغلش عليه. زياد ان هي فيها ريفلتوكسيستي. فيعني انك احنا استفادنا باي? احنا كده قللنا ما زودناهوش. طبعا. فهنعمل ايه? هيخترعوا لها حل الاحكاة ديت ان هم هيحطوا لها يعني هيحط ده مسلا هنحطه مع امبيسلن. هنعملنا حاجة اسمها والفلوك لوكسسلن في حاجة اسمها موجود برضو. فلوك لوكسسلن برضو هنحطه مع امبيسلن. هنعمل حاجة اسمها يعني هنزوده هنحطه على حاجة تانية من البنسلنات. اللي هي ايه الحاجة التانية ببنسلنات. اللي هي الاميل وبنسلنز. قال لك والله يعني لقينا ببنسلنز دي ما بتشتلاش على جرام نيجاتيف. ليه يا جماعة بتشتلاش على جرام نيجاتيف. احنا برضو نرجع بسرعة كده احنا قلنا ان جرام بوزيتف يا جماعة عبارة عن وحواليها حواليها سيل وول. سيك سيل وول. وده بتاع طيب بالنسبة للجرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف عبارة عن وحاجة حواليها اسمها جوها سيل وول. وفيع جدا. سنة سنة وبعد كده في حاجة اسمها اوطر 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 ده هو اوطر اوطر ده حاجة بتاعته الفاتحات بتاعته ضيئة جدا فما تعديش اي حاجة لانت بتاعتش تعدي منه فانت عندك تلاتة ده ده واحد وفي النص ده اتنين والده التالت اللي هو اوطر 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 طيب مش عارف تختارك هزا الموضوع فما تشغلش على الجرام نجا اصلا فاحنا عايزينها تشتغل فقالوا ايه قالوا هنخليها شبه الامينو اسدس الامينو اسدس فحنحطين امين جروب حطوها على وسموها طلعينا الامبسلين والاموكسسلين والاموكسسلين الاتنين دول بقوا شبه الامينو اسدس فتقوم معدية من الاوطر وتبدأ ان هي تشتغل على الجرام بس برضو وجده مشكلة ايه هي في اللي هو اللي في النص ده اللي في النص اللي هو بتاع جرام نيجاتيف جوه برضو بنسلينيز فهيكسر في فرحة ما تمت احنا اشتغلنا وخلينا كويس بيغط بدأ يغطي تلات اربع حاجات من الجرام نيجاتيف وجدنا ندخل ما عارفناش ندخل برضو ليه عشان في بنسلينيز هيكسر الكلام ده فاختر عولها تاني حطوها مع حاجة اسمها اول اه حاجة اللي هو بنسلينيز او بتالاكتميز عشان يعملينينا حاجة اسمها او 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 طيب بعد كده قال لك والله انا عايز اشتغل على السودومونوس السودومونوس ده نوع سيء جدا من الجرام نيجاتيف انفكشنز ليه البورينزي بتاعتها بقى ديقة قوي فمتعديش حاجة تقريبا فالسودومونوس اخترعوا لها حاجة اسمها يعني جابوا بقى نوع من انواع بنسلين اسمه ولو اخ اسمه بس احنا خلينا نركز برضو ببراسلين ده ما شاء الله شغال كويس جدا ولكن برضو بتكسر بالايه بيعدي من البورينز ولكن بتكسر بالبنسلينيز فحطوله حاجة اسمها ده عشان تحميه وعملونا حاجة اسمها وده اسمه وده يعتبر اول تقريبا محترم قوي جدا في تقريبا مغطي كل حاجة تقريبا ده فكرة الايه لتطور الطبيعي بتاع البنسلينسي خلينا بقى نركز الجداول اللي انا قلتلكvo عليها بقى اول واحد اللي هو البنسلين جي اللي beneficiえば نقول ال فايزر بن بنسلين بتاع فايزر يعني بن اللي هو بنسلين يعني يعني الجادول ده يعني كل انتлегوتك ه rethink하게 للك كل الكاتبلي بتاع كدة. ايه الكاتبلي بتاعة البنسلين جي ده يعطيبار بيتالاكتم لكز في موضوع البيتالاكتم ده يعني ايه ی جماعه يعني اه يعني في جروب اسمها بيتا لكتام موجودة في هي دي اللي بتشتغل او يعني وجده يعني ان هي دي المؤثر او اللاعب الرئيسي في اللي بشتغى عليه. بيتا لكتام جروب دي موجودة في والموجودة في فاللاعب بتاعنا الرئيسي او القصة الرئيسية هي الفكر ايه الفرق من الفرق ايه yours بتاعته بيتا الكتام. طيب اسف اغشان بتاعته احنا قلناها قبل كده بيمنع بيمنع ايه بيمنع انيبت ايه و احنا قلنا في اسم تاني اللي هو ايه يه بقي حاجز مستف اي هو ده الميجوق في السلوول اللي يمسك فيه بس دي فكرته ايه بفكرته لنه هو بيشتغل على يعني بكتيرير ايسا بتكون السلوول البينيسين باينك بروتي இنق بيدين او بيلحم الباكتered ع polish يعني بيعمل في ترانس بيبطاعد فهو بيجي يلحم انت한다 تيجي يلحم تاني تقوم منعه تاني لكنٌ لو انت بتاقيها هيبقى ضعيف على شوية يعني قال ان هو محتاج اكتف بكتيلين ف لو انت اديت بكتيريوستاتيك انتيبيويوتικ وهبضط الخلية وخليتها ما بيتشتغلش مش بتكاصر ولا اكتف كده البيليسيلين مش هيلاقي شغل يشتغله لان هو محتاج خلية نشطة. طيب الميتابوليزم بتاعت البنسيلين ودي حاجة مهمة ودي قاعدة في البنسيلات كلها بقى. النماء البنسيلين غالبا بيبقى في الليفر. في الليفر. طيب والاكسيكتيشن بتاعه رينل. يعني عشان كده بيبقى محتاج غالبا. محتاج ويبقى في موضوع الرينل فالير. لان الاكسيكتيشن بتاعه رينل. ولكن في الليفر مش بيحتاج ادجسطمنت. يا ده ده قاعد عامة. ما بيحتاجش ادجسطمنت في الهباتك فيها. بيحتاج ادجسطمنت بس في الرينل فالير او في الرينل امبرمنت بشكل عام. طيب البنسيلينجي زي ما قلتلكم بقى كده اول ما اخترعوه. لو اكتف ضد ايه? لو اكتف ضد الاكتف ضد التريبونيما بتاع السيفيلس عشان كده البنسيلينجي حلو جده. واكتف كمان ضد لمينجو هو مش اكتف ضد الامي اس اس ايه معلش ركت قلتها غلط انك. ليه مش اكتف ضد الامي اس اس ايه? انه بتكسر بالبنسلينيس الامي اس اس ايه اللي هي الستاف اوريس. بتطلع بنسلينيس ومتكسر بنسلين جي فان مشتغلش عليها. في السوق بنسلين جي عبارة عن نوعين. او اللايمة بوتاسيوم اللايمة صودين. برضو مش مهم اول قصة ايه بنسبة لنا? الوحدات بتاعته عبارة عن خمسة مليون واحدة او عشرين مليون واحدة. او بيستخدمه في ايه بقى بكل هذا الكلام? احنا بيستخدمه في حاجتين اساسيين مهمين. يعني لو انت شكيت في عيان عنده في البيت. الجايد لانزي بتقول لك ادي الجرعة الاولى من البنسلين او على اول جرعة الاولى من قبل ما تروح المستشفى. يعني وانتو بتلبسه وانتو بتلبسه العيان ادينه جرعة البنسلين بتاعته. اللي هي جرعة البنسلين من عشرين لتلاتين مليون واحدة من البنسلين جين. من عشرين لتلاتين مليون واحدة من البنسلين جين. وعا كده هيكمل هيكمل في المستشفى فقا انفيوجن لو انت هتكمل او هتدي سيفتراجزون وهتكمل بسيفتراجزون. ده بالنسبة لي المينجيز. طيب لو اللي هو هتديه من خمسة الى اربعة وعشرين مليون واحدة في اليوم لمدة من عشر الى اربعتاشر يوم. والجرعة دي برضو حتة الايه هتعملوا دوزة على حساب الكلام المكتوب ده لو عملت من عشر الى خمسين يعني ايه احنا قلنا? الواجهة في فرموتال العيان يعني. طب هعملوا ازاي? هفتح افتح هدور على حاجة اسمها ما تكونش الموضوع الميدس كيف هتلاقي في موضوع اسمه كيراتين كيرانس. لأ دور على العلمة بتاعت الكالكيولاتور. وادخل الـ data اللي عنده ميل ولا في ميل? وزنه ايه? عمره ايه? الكيراتين بتاعه كام? واخد بالك من الكيراتين ده بالميكرو مول ولا بالميلي جرام? وطلع الكيراتين كيرانس طالie العيان اخد بقى كيراتين كيرانس ده وحطه في المعدلة اللي اشوف. لو كانتين كناس من عشر خمسين. يبقى ده هنزل الدوز بمعدل خمسة وعشر في المينة. دول دي قعد عامة في كل الانتيبيريوديكس. في كل الانتيبيريوديكس. لو كانتين كناس اقلي من عشرة. يبقى ايه? اقلي القرار بنسبة خمسين لسبعين في المينة. تمام? كده يبقى احنا خلصنا البنسيلين جي. احنا مش عايزين منه حاجة ثانية. يعني احنا كده يعني ادنا له حقه بزيادة. ندخل بقى على البنسيلين في. طول اسلام كان سأل على المرة اللي فاتت. هو نفس البنسيلين جي. بس القرار فورمو بتاعته. يعني قول القصة اللي هو نفس الموتابوليزم. نفس الميكريزوز اكشن. ونفس الاسبكتر بتاعه. لكن بتاعه فيه سوليوشن وفيه تابلت. السوليوشن والتابلت. من اول بيها خمسة وعشرين. متين وخمسين دول سوليوشن. او التابلت متين وخمسين ميلي جرام او خمسمين. انا بستخدمه في يعني الدكتور اسلام كان سأل بكده. انا بستخدم المسيلين في ايه? انا ممكن استخدمه في علاجة. يعني هدي خمسونة ميلي جرام برقس كل اتناشر ساعة او متين وخمسين كل ست ساعة. لمدة عشر ايام. ده علاجه. او بص على القصة دي كده. لو انت شايف ان فيه انت شايف مدة من اتنين لستة منص. ده لو ميرت. ولو سفير من ستة لاتناشر. حاجة عنيفة جدا. طيب لو عين عنده حمرة. ممكن استخدم البنسيلين في لو حاجة بسيطة. اه ممكن استخدمه. مصميمة ميلي جرام بولو ستة ساعة. طيب. لو انا عايز استخدمه في السكنداري بوريفيلاكسز الجانست الروماتيك فيفور. يعني الروماتيك فيفور ده انا معمل لها بروفيلاكسز بطريق تاني. لما لو اكيوت يعني اول مرة تيجي. مرة واحدة حصلت يعني كده هدي ايه? هدي بنزاسين ببنسيلين كل اربع كل اربع اسابيع. وطبعا في ابحث بتقول ان هو احنا محتاجين يديه كل اسبوع. بس خلينا في اللي شغال. اننا ببدي بنزاسين بنسيلين اللي هو حقنة طويل المفعول. حقن عضل كل ايه? كل اربع اسابيع. طب لو فيه كل شوية يجي روماتيك فيفور بشكل ما كل شوية. اعمل ايه? هحطه على اسبن بروفيلاكسز. ارس ملتين وخمسين ملي جرام كل ستة لاتناشر ساعة مدى الحياة. على طول. العين هيفضل ياخد اسبن على طول. طيب لو عين عنده يعني انا بتكلم في ايه? بتكلم في في انروبيك انفكشن. في انروبيك انفكشن. وشاكك في انا عايز انا عايز اغطي او اللي هو الانروبيك مش اقل بكتيرويدز مسلا. فعمل ايه? خمسمائة ملي جرام كل تمان ساعات مع الفلاجيل. يعني دكتور الاسنان اكتب او انت تكتب الفلاجيل. طبعا الفلاجيل بيتاخد برضو خمسمائة ملي جرام او ربعمائة ملي جرام كل تمان ساعات. ده لوحده زائد خمسمائة ملي جرام قصبن كل تمان ساعات. وبنتسلن بيتأثر بالاكل. فلازم يتخذ على معده فضية. يعني ايه معده فضية? يعني قبل الاكل بساعة او بعد الاكل بساعتين. لكلمة بعدة فضية. طب هل في رينال دوز ادجاستمت اللي بنسلن فيه? لأ مفيش. ولكن مستحسن تتابع لو انت بشغل يعني حاطت العيان على فترة طويلة من من القصبن. قازم تتابع رينال فونشن. من كده كده نبقى تلك ازا كده. اخر واحد بقى في النشرة اللي هو اللي هو اللي هو اللي حقنا تلاقيه في نقطة مهمة اللي سيت اقولها لكم عن اي سيري احسن. ولا ايه? المانجرس نقولها دلوقتي. فكرة البلد برين باريال ايه? يعني ايه بلد برين باريال اصفن? البلد برين باريال فكرته بس كل حكاية ان ان البلد فيزلز بتاعة البرين المفروض الخلايا بتاعة البلد فيزلز بتبقى كده عاملة كده. في شوية يعني زي مسافات بينها كده. ده اي بلد فيزل. المسافات دي بتسمح بمرور الفيليوودز. وبمرور حاجات تانية غير الفيليوودز. مولوكيولز والهذا كده. طيب. بالنسبة المسافات دي مش موجودة. فيه او بتوين بتاعة البلد برين باريال فما بيعديش حاجة. فالبينيسيل مش عافي عبدي. وبالتالي مش هيروح للمينجيز وبالتالي مش هيعالج العية. طيب انت ازاي بتستخدم في المينجيز. بتستطدمه ازاي? اللي بيحصل في المينجيز نفسه بتاع النيسيريا. الانفكشن ده بيعمل للتايتس دي. فبيخلي بيضعف البلد برين باريال وبيفتح المسافات بين الخلايا. بيفتح المسافات بين الخلايا وبالتالي بنساني اضالي عادي. وساعتها يبا انت ما ينفعش تستخدمه الا في حالة لما يكون في انا فيه مينجيز. لكن لو ما فيش مينجيز مش هيعدي مش هيروح. تمام? فانا هستخدم البنزاسين في ايه? هستخدمه اول حاجة والاهم حاجة انا باستخدمه في الار ايف بروفيليكسس. ازاي يهدي من واحد واحد اتنين من عشرة مليون وحدة البنزاسين بيجي بطريقتين. اما بيجي بوان بوين بوينتو مليون يونيتس لا اما يجي توبيل فور. واحد اتنين من عشرة مليون وحدة اي ام او ستمية كل اسبوعين. طبعا يعني الناس هتوفر وتقول لك تاخد ايه? اخد واحد واثنين من عشرة مليون كل شهر احسن. طيب لو هو سيفلز. بيتعالقوا بجرعة واحدة فقط لغير من البنزاسين دي. اتنين وربما عشرة مليون وحدة. طب لو انا شاكل تربط بدل مادي. بالناس يقول لك بدل ما تدي اصبل وتدي اموكسسلن. وتدي مش عارف آآ ببنزاسين جي عادي. طب ما تدي جرعة واحدة بنزاسين بنزاسين واحدة اون عشرة مليون وتخلص المسألة. كده بقى خلصة. طب بتدي ازاي? لازم تدي اي ام ديب انجيكشن. ديب انجيكشن. ايضا بحيطة دي مهمة جدا. انا معلم عليها بلا صفر كده. ديب اي ام انجيكشن. خد بالك لازم تتأكد انت مش داخل ارطري ولا داخل فين. ولا داخل سبوتينيوس. ولا داخل انتراثيكال. ولا اي طريقة تانية غير ان هو يكون. ليه? لانتك اللي بدخلت جوة ارطريقة وجان غالبا الراجل ده هي ارست. او مصيبة كبيرة. يعني انت مش هتضمنش اللي يحصل ايه. في الحيطة دي قوي. ده ديبوت يعني. ده لازم ده محتاج الاي ام اصلا لانه ده على مدار شهر. بيبضل الانتيبيوتك انت بيوتك بيطلع على مدار شهر. طيب. مكتوبة هنا. بس يعني نفس الفكرة تقريبا بتاعتني اللي هي. اللي بنزا سيند. هو كاتيجوري بي يعني انت تقدر تديه في البريجنانسي. كاتيجوري بي هو مش ايه صحيح. مش توتالي سيف يعني. ولكنه مش خطر قوي. في البريجنانسي برضو. يعني خد بالك وخلاص. بلك خد بالك. وخلاص يعني مش 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 مشكلة كبيرة يعني. وانجينر يعني بنسيلنز من الحاجات تستيف شهوية في البريجنانسي. مش خطر بتدي بالبريجنانسي في البريجنانسي اقرارャالي. في حاجات طبعي يا. ده مثلا انا كتبه raspberry b. لانه هو فيه ابحث عليه. في حاجات من البيلسيلنز فيها. مش داتة كيف forms مش عايكوا خلاصنا الن Sci tural. نجيب بيها الامينو البريجنانس. الامينوимости الل sanitizer. الامينو بنFun serian لاما البريclin. الامينو بالز requirement nفس الفكرة بالظبط. نفس الفكرة بالزبط برضو الميتابوليزم عن طريق الريفر والاكسكتيشن عن طريق طيب احنا قلنا بيتغطي الخمسة ستة بتوعنا اللي هما في اللي كان بشتري عليهم اللي هو بتزود عليهم في كاليز تمام? وشوية حاجات بقى فين? شوية حاجات في احنا بقى كسبنا شوية حاجات في في الاموكسسلين. كسبنا ودي بتعمل وكسبنا ودي بتعمل وكسبنا ودي اللي هي بتعمل برضو وكسبنا السلمونيلا ودي بتعمل تايفوي دي يعني دي ساموها اتش اي بي وزو ما دعيهم السلمونيلا الاس. فده كويس. طيب انا هكتشف بعد كده ان في حاجات من دول بيعملوا ايه? بيعملوا بانسلينيز بيطلعوا بانسلينيز فانا محتاج احميها ان انا هحطها مع بانسلينيز الهيبتور عشان نطلع بقى الاوجبينت وخوط الاوجبينت. بتاعته ده اورل بتاخد اورل حلو بصراحة. بتاعته اكتبا من خمسة سمعين في المية لغاية دين وتسعين في المية. يعني ايه يعني هيوصل قد ايه من الدراج في الدم? يعني انا اديت وان جرام اللي انا اديته ده. هيوصل منه قد ايه من الدم. لقولت لك بتاعته تسعين في المية ده معناها تسعين في المية من ده هيوصل الدم. مية خمسة وعشرين ومتين ومتين واربعين ومتين وخمسين وربا مية دي سبينشنز وفيه كمان تابلتز اللي هي الخمسمية في واحد جرام على الفكرة في مصر بنعمل واحد جرام. الكابسول في كابسولات 250 و 500. ده هي الحاجات في الشوق. طب يستخدم اموكسف ايه ده بنسلم برضو دقيقة بنسلم. فانت هتستخدمه في الجرامبوزيتيف الجنرال بتاعنا اللي هو الاني تي انفكشنس. لا اشهر حاجة. الامة هتستخدمه في الستريبت بايو جينز يعني. الدكتور اسلام اختلط عليها. والقوطيتس ميديا. يعني الحاجات اللي زي دي. لو او مودريت هتستخدمه خمسة مية بي اي دي. يعني ايه بي اي دي يا جماعة? بي اي دي يعني كل اتناشر. طب بي او يعني ايه? بي او يعني بير يعني بايزة ماوس. انترية الفهم? اورال يعني. وبي اي دي يعني كل اتناشر. وتي اي دي يعني كل تمانية. ثلاث مرات يوميا يا. واو دي. او دي يعني وانس ديلي. وانس ديلي. طيب هتدي له خمسة مية بي اي دي يعني كل اتناشر ساعة. ان جنرال. او الاموكس اللي بتاك كل تمان ساعات. ابتقارها انت كده. كل تمان ساعات. خمسة مية كل تمانية. او لو عايز بها تقلل الجرعة خليها واحد درام كل اتناشر. انا بقول لك طبعا هو فيه الاموكس اللي الغريبة من خمسين لمية ميلي جرابر كي جي. ده هو ليها كي جي طبعا انت تستطيعها في الاطفال يعني. وكمان موجود الاموكس اللي اموكس ده موجود بقى بدون اي موجود من ضمن الرجيم بتاع الاتش بايلوري ارادكيشن. وده هنكلم عندكم مكان في التسبيبسي. يعني من ضمن الرجيم رجيمز اللي موجودة بتحط بيحط اموكس اللي جوه. جوه الايه? جوه الاتش بايلوري. اه ده بالشكل انت شايفو ده اكتر من تلاتين واحدة من عشر. يعني الموضوع مش اه يعني مش محتاج ده اجست من كبيرة قوية. ده بالنسبة للاموكس اللي. طيب انا ما اكتبش عن الاموكس اللي. الاموكس اللي هنتكلم عنه فيه المقارنة. هما الاتنين حاجة واحدة يعني انت اعتبر الاموكس اللي هو اموكس اللي. بس فيه شوية فروقات. اول حاجة. الاموكس اللي لازم بتاخده على معدة فاضية. زيه زي الاسبن. لان الاسبن برضو حاجة لازم يتخدها على معدة فاضية. اما الاموكس اللي لا لوجه علاقة بالاكل. تعاقله في اي وقت. الاموكس اللي لابزور بش بطوة احسب كتير. والأموكس اللي بتعقول ايه. نفس الفكرة.vious vivo. دقيقة الاموكس اللي كويسة. لكن coli. علشان كده لو خد ما لك دائرية امو lo بسموه الاموكس اللي ديارية. في الاموكسلين قليلة. ليه في الاموكسلين قليلة? انا قلنا ديارية دي اللي هي علاقة بالسيدف. اللي هو اللي بيحصل لما انت تدي انتيبائيوتك ويموت النورمال فلورا. فبالتالي او يعني بتشتغل وتعمل ديارية. طيب الديارية دي ممكن بس تبقى ديارية وممكن تتطور لغاية ما توصل لنكروزيز وتوصل ايه? يعني موجودة اكتر مع مين? مع الاموكسلين. ليه? لانه هو الاقل في يعني الاموكسلين امتصاصه حلو جدا. وبالتالي كله هيدخل ومش هيفضل منه جزء كبير جوة كولون عشان يعمل المشكلة دي. هيمتصب سرعة. لكن الاموكسلين هيفضل منه جزء فالديارية بتاعته هتبقى اكتر. دي حاجة بداية دي بالعقل يعني. بالنسبة لسبيكترم في تفريقة بس بسيطة في الجرام دي كاتب او ان الاموكسلين بيشتガل اكتر على الشگلة وهيزين ما احنا قلنا من الشوية بيشتガل اكتر على السلمونيلا في الطايفوي دي عنا. خدوا خدوا الاموكسلين خدوا الاموكسلين قصدي وحطوه مع حاجة من انتستق اسم فلو كولوكسلين. فلو قبلوكسلين عملونا الفلومكس. الفلومكس بتاعنا اللي ما عرفو ده. او حاجة اسمها رئيس لك. او حاجة اسمها فبقى زي ايه مسلا زي المعتنين وخمسين يقوم صمية الف ميلو جرام ده كابسولات او في من نص جرام والف واحد جرام. نص جرام واحد جرام. وانت اخد بالك طبعا عشان في حاجات ممكن تكون مضروبة في السوق. مش مش اصلية. لو انت هتكتب يعني فلوموس يعني وان كان معادش بحد يكتبه دلوقتي بسبب مضوع التزوير ده. الامبي كلوكس الامبي كلوكس ده برضو عبارة عن امبي سلن ومعاد كلوكسة سلن بقى مش في لوك لوكسة سلن. ده منه كابسولات خمسولات ملي درام. ده حاجة اسمها الضايبينة سيد. الضايبينة سيد ده عبارة عن بسلن ومعاد ضايق لوكسة سلن. وده عبارة عن مية خمسة وعشرين وانتن وخمسين وخمسون مية. ثم الكبير بتاعنا اللي الناس كنت بتستخدمه. اللي هيب هيطيكة مكسكلاف. انت بقى عود نفسك ان انت تبدأ تعمل لنفسك حاجة اسمها البرسنال دراج انديكس. يعني هحفظ من كل اسمها واسمها. اسمها غالي اللي هو المحلي اللي انا عايز اكتب حاجة ايه اه رخصة شورة. اه ده الفكرة فيها هيب هو اموكسكلاف كله من نفس المعنى. عبارة عن اموكسسلين حطيت عليك بيبدأ في منه تابلت والس بايلاس. التابلت ستوبائة خمسة سبعين ستوبائة ومساعة عشرين واحد جرام. والدروس الاطفال اللي هي الانفنتيل اتنين وستين وص. سسبنشن مية ستة وقمسية واثماناشر. وما سبع وقمسيين وستمية. والفي منه او بين سيكس. هي ستتمية في واون بوينت او جراء. الاجممينت بيتخذ قدية كل تمان ساعات. الا اجممينت ماشي تابع يعني تابع يعني تابع يعني مسلا انا عايز اداء مسلا. انا ممكن ادي كل اتناشر. طبعا مش هتدي يعني كل تمانية. صعبة. لكن لو انت عايز تدي اجممينت مسلا تابليتس. انا ستمية خمسة وعشرين تي اي دي كل تمان ساعات. او اختصر على نفسي اودي واحد جرام كل تمان ساعات. اه كل اتناشر ساعة. بس خلاص خلصت. يبقى اهدي واحد جرام كل اتناشر ساعة. لمدة على حسب الانفكشن. المدة تبقى على حسب الانفكشن. نوع الانفكشن ايه? بس انت جنرال معظمة انفكشن زي يعمل اهو انفكشن بسيط بيبقى اقالي من اسبوع لانفكشن كبير. بيبقى من سبع لاربعتاشر. في حاجة بتطول على ربعتاشر شوية. بس انجل ده بقى بقى وان كان السبير برضو كل ربعتاشر ولاسه بتغير يعني. لكن اه من خمس لسبع ايام ده حاجة يعني المستقومون بالنسبة للايه او طب اليونسين واليونكتام والسالبن واخوتهم عبارة عن معه سلبكتام. معه سلبكتام. فيه منه سسبنشن. زي متين وفمسين ميلا جرام سسبنشن. وفيه منه بقى الفيالز بتاعتنا بقى. لأطفال سبعين وفيه برضو سبعمائة خمسين لأطفال. وخمسمية وتلات تلاف. هو تلاتة جرام دي لأطلتين. بيتاخد ازاي? برضو كل اثناشر ساعة وكل او كل يوم يعني. اقول يعني في عاجة برضو بتاخد منه كل تمانية برضو. بس طبعا ده السبينشن. والتابلت. طب اليونسين واليونكتام والسالبن. ليه هم ميزة عن المفروض ما همش ميزة عن المفروض. يبقوا الانوال اتنين شغلين نفس المشكلة. نفس الاسبكترم بتاعه يعني. يعني قريب جدا من الامبسلين زي ما احنا قلنا. خلينا مثلا ابص على مسلا. انا ممكن لو عيان ده عنده مسلا تنسلات سليفة جدا. وانا عايز ابدأ لقوة فهبدأ له مسلا يونكتام او يونسين سبعمائة خمسين كل اتناشر ساعة او واحد ومصف جرام كل اتناشر ساعة لمدة مسلا تلات تيان. لمدة تلات تيان او لمدة خمس تيان. ثم هكمل اللي هو اللي بعتشار يوم بتوعي. هكملهم اورل. اورل على ايه? على او واحد جرام كل اتناشر ساعة. او ستمائة خمسة وعشرين كل تمان ساعات. لو العيان ده بيبدأ يعني صحيته بدأت تتحسن. وخد ايه? يعني بدأ يعني اوزا بتاعه كويس يعني اللي هو زائد 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 العيان ده مسلا يتغرغر بمية اكسجين. بس وخلاص. وشوات في ويرتح شوية وزال كده احنا كده عالجنا الايه? عالجنا التنسلات الصعيفة اللي مجودة دي. ده لو فيه بص يعني موجود. يده اي فيم وده تلات تيان وبعد كان تكمل اورل. وتدي لوقر ازيتك. وتدي بقى شوية حاجة سمتماتيك. العيان سخنة تدي له برس تمول. العيان عنده بان البرس تمول هجيب نتيجة. يعني برضو سخنه وغير البرس تمول هكام مداد. ايه يرتاح شوية يشوف كويس. ايه دفكشة محناك في وخلاص. وكده ايه العيان زي الفول. خلصنا كده الامان وبنسلين. ندخل بقى على اخر حاجة في في اللي هو الانتي سودومونل بنسلينز. زي ما قلت لك. هم عايزين يجيبه السودومونس. وده هيكون اول واحد بيشترى على سودومونس في الشغل بتاعه. الميزة الجديدة فيها انه هو كمان عن طريق البيل. عن طريق البيل. يعني ده عبارة عن الفايل. الفايل دي لامة تكون اربعة ونصف جرام. لامة تكون اتنين وربعة. لامة تكون اسمه الامة ده الجينيريك. او حاجة اسمها زوسين. اللي هو ده. زوسين. لامة زوسين لامة ايه? تزوسين في حاجة تكتبقى ايه? محلية كثير. امنه. ده بيعدي بلاسينتا. بيعدي بلاسينتا. فتتخد بالك طبعا ايه? من الموضوع. اللي ايه بتاعه? اللي بتاعه? بتاعه انه هو تقريبا بيغطي كل حاجة. بيغطي كل الجرام بوزيتف معدل اي مارسة. حتى الان احنا لسه ما نشتغلناش على اي سائق. وبيشتغل على الجرام ناجاتف كلهم تقريبا. بيتش مفلونسة. بيشتغل على السودو مونس طبعا. اللي اسمه youtuber. وبيشتغل على الانتيرو باكتيري league كليكولاي بقى. والفروتيس والتيكولايلا والكل الجماعة الحلوين دول النطيروباكتيري اللي هي تقريبا بقية الجرام ناجاتف باكتيري باكتيروي باكتيري باكتيريbe بشتغل عليهم. بيشتغل على وبيشتغل على هذه الس comum بس علشان كده ده يعتبر سلاح كبير ده سلاح كبير ده مش مش هستخدمه على الفاضي هتستخدمهش على الفاضي استخدمه لو انت شاكك ان فيه اما اقصد ان فيه سودومونس لو انت شاكك ان فيه سودومونس يعني جرام نيجاتيف اه يعني العين في سيبسيس مسلا اه في جنة او انت ستحبت كالشا وطلع لك سودومونس بجد هتستخدمه فيها او لو بتاع العين ده زي مسلا انت بتاع بتعالج او بتعالج او بتعالج تسعة نيفة فمحتاج حاجة تبدأ بها فممكن تبدأ التازوسين في المرحلة دي لو هو تبدأ ملتين روبع ستلاتة خمسة سبعين كل ست ساعات اه التازوسين بيتاخد كل ست ساعة التازوسين اتافت كل ستة ولو سبير اه من تلاتة خمسة سبعين لغاية اربعة مص جرام برضو كل ستة هتستخدمه ازاي التازوسين بيتحل يا جماعة على اللي هي تسعة من عشرة او دي فايب او سترايل او ريجل لاجتينت يعني هو الرجل اللي ما عندهش مشكلة مع حاجة بس لازم يكون على الاقل لازم على مدار نصف ساعة عشان نتجنب بتاعة اللي هي اهمها طبعا الهايبر سنسيتيفتي اهمها الهايبر سنسيتيفتي بنستخدمه في ايه التازوسين تازوسين بنستخدمه في ايه بنستخدمه في الحاجات باقي كبيرة اوه زي مثلا البيت ووند انفكشنز زي حالة سودومونس نيونيا او مرضى سيستيك فيبروسس يعني اللي مجدنا عافينا عافيكو بيبقى عندهم يعني مزارع بكترية مزارع بكترية بيبقى عندهم كمان حاجة اسمها برونكياكتاسيس غالبا اه يعني ممكن تلاقي يعني سودومونس مع حلها اه ايه ادي تازوسين ادي تازوسين الدابيتك فوت مرضى دابيتك فوت بيبقى عندهم برضو فايدي تازوسين نيومونيا اللي هي الكوارد العادية ادي تازوسين نيكوتاجين فاشريتس حاجات كبيرة قوي وبالكده الUTI ياخد بالك الUTI دي مش معناها يوريستايتس عادية زي الناس فاكرة الUTI دي معناها سيستايتس معناها بايلونيفرايتس معناها بيلفك الفيكشن يعني فالUTI دي بتموت الناس بتعالفكرة الالد ايه ده اللي بيموته من الUTI او انترابدو من الفيكشن اي انترابدو من الفيكشن وحتى المانيفيوليشن بتاع بعد السيرجري ده برضو ممكن تصدق معاه التزوشين اه لو انت العام يثبتك بشكل عام وعايز تدي حاجة حلو جدا ممكن تبدأ فيه او تبدأه ضمن ضمن حاجة مع حاجة تانية تبدأ التزوشين طيب مع هو مفيش ايه يعني مفيش داتا كاملة بتقول لك بقى ايه يعني اخد بالي من ايه مخدش بقى في المفيش الموضوع بس هو يعني امن في ده بالنسبة لي طب هعمل ايه بقى التزوشين خد بالك يعني لك تزوشين خد بالك من الكدنيه خد بالك من كده من طيب هعمل ايه انا الجدول فين ايه في جدول هنا راح فين الجدول اه الجدول اه الجدول هبقى اجبه كل جدول 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 بتاعي ايه هو مع التزوشين حضرتك قلت ممكن يتاخد في الرجمن مع حاجة تانية ايه الحاجة التانية مسلا ممكن تغطي اللي يكون باقي من ايه ممكن يدي امين ويغطي اللي جاتف اكتر او البينسيلنز دايما انجنرال بتحب الامين ويغطي زيز يعني انت عايز تدي حاجة رأسا الجزم محترمة ادي بيجين تاميسل مع هما الاتنين يعملوا كومبو حلو كده مع بعض بس طبعا تخط بالك من الكدني لان هما الاتنين او تدي مسلا مع حاجة شغالها بسبيسيفيك على يعني مسلا انت هديد تازوسين وديد معها تلينداميسل شغال سبيسيفيك على البكتيرويدز وعلى الاكتينوميسل على انروبس بالزهن وقال لي التازوسين اشترع فاهم الفكرة ديت او مسلا انت اه انت ده سودومونس صح السودومونس قاعدة فيها انت ما ينفعش تدي سينجل سودومونس انت سودومونس لازم تدي دابل انت سودومونس فانت بدأت انت سودومونل تازوسين ادي معها حاجة تانية انت سودومونل علشان ايه هما الاتنين يعملوا كوباينشن بتاعنا وهناقولها بعدين ده الموضوع بداية الحاجة اللي بتشترع على سودومونس فاهمت الفكرة الجاية يعني مش شرط مش فيش دوا بيغطي كل حاجة فيش دوا بيغطي بس في دوا بيغطي الحاجات المستقنية يعني انا ممكن اكتفي اكتفي بتازوس في علاج نيمونيا ممكن اه طبعا ممكن اكتفي بتازوس ده انا بقول لك البريطانيين بيقول لك امكسلت انا بدي تازوس انت بحيله زي الفل بس انا لازم يكون عارف او متأكد ان العين ده شغال يعني راجل ده انا عارف ان الراجل عنده يومونيا تازوسين حيلو علاج ممتاز هيحتاج لحاجة ثانية غيرها لا مش هحتاج لونه اعمل متأكد ان دي وديت لها تازوسين زي الفل بالعكس ده انا ممكن ادي حاجة اقلي من كده من التازوسين كما لو انا بقى متأكد فعلا ان ده بس موكوكايا ما فيش حاجة ثانية معها يعني ادي له ادي مسلا يونسين يشتغل حلو جدا مع نيمو كوهر. ليه? لانه هو عبارة عن ام بي سيل يشتغل نيمو كوهر. اهو كافية انت اللي وصلت الفكرة. طيب في جدول ما ليش لن نسيت احطه? اللي هو جدول بتاع التازلسل هبقى نحطه. المرة الجاية اجابه لكم. طيب اهو هحطه تماما في النونسي. ايه بقى بتاعت مش كامرها كتين يعني بس هي حاجة محروفة. لازم نرفع باخر حاجة في البنسيلينز. بتاعت البنسيلينز. من الحاجات المعروفة. وهي ما شاء الله تقريبا خليت كل الاربع نوع اكبر. طيب وايو طيب تو طيب سري طيب فور. يعني ما ثابتش يعني. تبدأ من مايل فور. من اه بابيولر راشة عادي جتين. صغير لارتكارية اكبر. انا حاجة اسمها ارتكارية ويلز. واللي ممكن ده ده طبعا بتاوب بتخد له وقت. ده ممكن ياخد وقت. ياخد اسبوع اسبوعين عشان يزهر. او انا الفلاكس بتحصل في فالساعة او امكان اقل من الادمستريشن. ده اكيوت انفكشن طيب واي. بسموه الاي جي اي. او حاجة اسمها ستيفن جونسون سندروم. او الاخ اللي اقبل له انا اسمها او سيرام سيكس. ده ستيفن جونسون سندروم. اللي في عند ستيفن جونسون دروم ده عبارة عن دي فيوز راش. برضو الجلد بيبدأ يحنو بيتهلع. وطبعا في لوزينج للبادي فليويدز من الجلد. بس على مساحة اقل من تلاتين في المية من الجلد. اقل من تلاتين في المية من عشرة في المية تلاتين في المية ده بيسموها ستيفن جونسون سندروم. لو زادت المساحة دي عن تلاتين في المية من الجلد ساعتها يسموها ده كان العيان محروق. كان العيان محروق. ده ده يعني ده يحتاج كمان. وده من ضمن الدرماتوروجيكال العيلة. يعني انت لو قلتبوص اللي هي طوارئ. ايه طوارئ? عيان درماتوروجي يدخل اي سي يو ليه? ولا يدخل حتى طوارئ ليه? طبعا حتى ثلاثة بكتير. من نوع من انواع برضو مش هنتكلم عنه مش بنبقى لان نتكلم على الحاجة الاهم منها اللي هو الانفي لاكسيز دي بتحصل مع اي نوع بنسلل. اي نوع بنسلل دي. هو الفكرة كلها في مشكلة كلها في البيتالاكتام. فانت لازم تعمل اه باختبار حساسية قبل اي بنسلل. والمشكلة كمان ان هو ممكن يكون المريض ده عملنا له اختبار المرة اللي فاتت ده هصلك يعني بقى عملنا له اختبار مفيش حاجة حصل وتخد البنسيلين زي الفول وبعد كده لسبب ان ما ما نعرفش السبب حساسية وبدأ يدخل في فعلة جديدة علي فانت وحظك بقى انت تعمل اي فانت متل لو تديد اي انجيكشن وخصوصا حاجات بتاعت بقى حاجات بتاعت الاي اي ام انجيكشن والاي في انجيكشن والتلام ده لازم تكون مجاحس نفسك بحقنة الادرينالين اللي هو وبحقنة والااا وبالانتهستامينيو جليسترويدز اللي هو السوليوكورتيزي علشان كده الحاجات دي ميفاش تغير في اسوضاليات لان اسوضاليات اصلا ما كان غير مجهز ده مش مجهز اصلا مجهز ان هو يقدم خدمة طبية لازم يكون في المستشفى او في المستوسط يعني زيكون الادرينالين تحت ايدك والفلودز تحت ايدك والعيان ده تحطي يعني اه لازم ياخد ميديكال كيش ميفاش يتاخد الحاجة زي كده ايه ده بغض النظر عن حتة ان هو بقى ناس بتكلم على ان هو فيه يعني فيه تشغيلات بتبقى اصلا مضروبة وبيحطي فيها حاجات غريبة. لا انا بكلم حتى على البنسلل الاصلي النظيف. اللي بطلع من شركته الاصليين. هيعمل انافلاكسس. يعني ممكن يعمل انافلاكسس لازم يتعامل له اختبار حاسية. وده تقريبا هو مضوض حيوة الوحيدة اللي يتعامل له اختبار حاسية. الباقيين كلهم فاك. يعني مش هزم اصلا. يعني مسلا عيان بياخد ادي له. انا عمل له اختبار حاسية? لا. يعني ده فيه كروس راكشن اكتشن اكتشن. يعني ممكن انا عين ده اصلا عارف ان هو عند حاسية ضد اه طبعا عمل كمان ضد هو اولا مش مكتوبة ان انا عمل لهم. ثانيا او معظم اصلا اه يعني من كتر التحويرات وكل شوية اعملوا تغيير في شكل فشكل البيتال اجتام اتغطط بحاجات. اللي بيحصل اللي هو شبه البنسلم مش هيحصل قوي لان شكل البنسلم او تركبه سفل او تركبه سفل وزمان اتغيرت. ما عادتش ما عادش بيعمل اللي شبه لياه? يعني اللي شبه البنسلم ده. فمش هتعمله اختبار حاسية بس اعمل البنسلم اي بنيسلم ما عمله اختبار حاسية? يعني لو خصوصا طبعا الانجيكشن. طبعا انا اعتبار اهد اورو لعمل اختبار حصية اعمله ازاي? يعني ما هو اصل اي انا اصدي في الاي في يعني. طب هل ممكن يحصل حساسية من الاورال اه ممكن طب ممكن يحصل. المكلة الوبرو الرجلة ممكن يحصل. الاقتكاد انه ممكن تحسس. يمكن يحصل من الاورال. لكنه يعني ممكن يعني ممكن محصلش من الاورال يعني. ده بالنسبة لهايبر سيزتي بي ريكتشونز. ايه دكتور طب ايه السبب ان يعني كتير بتحصل يعني مسلا احد بياخد صيف ساعة حتى يحصل وقت او بعضهم بشارة. ده انا بقول لك وانا ما قلتش ان مش هيحصل. بس بقول لك هل مكتوب ان انا اعمله اختبار حاصية? لا مش مكتوب. والزنتاج يعني زنتاج كان مشهول جدا بيعمل عيان تدي العيان اللي هو زنتاج اي بي. اي حصل على طب ايه الحاصل السيء ده هو كده. انا كده فانت اي دواء اي دواء اي دواء ممكن احسن بالنور اكشن. اي دواء. حتى لو هو نسكته الاصلية من الشركة. لكن حضاك اللي انت بتحكي عنه ده ممكن وكنت شغلت الدواء نفسها مضروبة المزورة الاساسة المصنوع تحت السلة. يعني مش 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 حاجة اصلية فحاطين فيها اي حاجة. وحاجة مشهورة جدا في المستشفيات زمان ان هو المخشوش يغشو الالبوم ويحطو في يورين يورين حسنة. يعني يحط الالبومين. الالبومين كان زماني يعني طبعا اعرفش السعر كان دلوقتي. كان بمئة وستين جيه يدربها من خمساشرة سنة. دلوقتي اظن خونسمائة ستمائة جنيه. وشكله شبه اليورين فيحطوا يورين بدلا. طبعا يورين في يدخل اي في يعمل اكشن ويموت العيان يدخل فانافلاكسس يموت. اه طبعا ده لو حاجة بيور قوي لو حاجة بقى يعني قصدي ايه? قصدي ممكن يكون اصلا الدول اللي حالك بتيديه ده اصلا مخشوش. طبعا انت هتعرف من ايه مش هتعرف. لو انت في السعودية انت ضامن في كواليتي كنترول. ايه كنت في مصر مش هتعرف. النقطة التانية في اللي هيموليتيك انيمي. اللي هيموليتيك انيمي. اللي هيموليتيك انيمي. النوع ممكن يشتعل كأنه هاب تب. هاب تاني يعني يعني كام ده كلامنا عنه في سي بي سي زمان. بيعمل حاجة اسمه اللي هيموليتيك انيمي. بيعمل الاكسترينسيك هيموليتيك انيمي. نوعي انت لو لقيت انيمي حصلت فجأة مع اللوية الابتو جلوبل وليل. والكسس بتاعة هيموليتيك انيمي. اللي حكنا نعنها في كده. مع البنسلن. شوكة هيموليتيك انيمي حصلت بسبب البنسلن. طيب. حاجة مهمة بقى بتاعة البنسلن ان هو بيعمل انترستيشال انفريتس. عبارة عن ايه? عبارة عن فيفر واليجوريا. دلبرنا عالكرياتل. اه بقى المفروض يعني نظريا ان الكرياتل الذي زيده عن البلد. لو الكلام نحن كم عنها في اليوتر في اليوتر في اليوتر في كده يحتبرها كأنها عشان رايح تبقى كعدة. تحلو ايه? حاله توقف الدرج وتدي. حاله توقف الدرج. اول حاجة اي حاجة حصلت كده. اي حاجة حصلت كده. يعني انت اه اتعمل ازاي ما قول الحالات دي. اول خطوة دراج. الدراج لازم يقف. تاني نقطة. اه اللي حسب به هو عمل ايه? هايبرسنتفتري اكشن انافلاكسيس هشتغل كأني بعالج انافلاكسيس عادية. ادي الانتيستامين واد واد الزنتاك او 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 واد الهايدوكوتوزون واد الفلويدز واد الحاجات بتاعت الجروب كوسبازم. ولو معين محتاج انافلاكسيس هياخد الاديلين بتاعه. ولو محتاج انتيوبيشن هاي تايب. طب بالنسبة للانيموتك انامية وقف الدراج. تحسن غالبا بعدها. طب لو وحصل الكريات اللي بتاعي العيان بدأ ايه اعلان. وقف الدراج بلد فلويدز. ادينه فلويدز وشوف كده الاوليجوريات هتتحسن وانا مش هتتحسن. اخيامتوا الفكرة ديات فده ده بنسبة للاستوية بتاعت كده احنا خلصنا كلها. خلصنا لسه في اه بالنسبة لكتابز لسه عندنا ولسه عندنا والمورجية ان شاء الله. نيجي بقى ندخل للفانكومايسن. ده دوا قديم جدا. طيبا اكتشفوه طيبا ستاة خمسة واربعين او حاجة زي جدا. من زمان. وسموه الفانكومايسن معناها المكتسحة. او المنتصر حاجة زي كده. ليه لانهم اكتشفوا ان هو بيشتغل على الام اس اس اي. بيشتغل كمان على الام مورسة. الحاجات اللي ما كانش هو قادر عليها. احنا لو نراجع بالنسلين جي اللي هو الاصلي هنكتشف ان هو مش عايف اشتغل على السلاف. ليه يا جماعة مش عايف اشتغل على السلاف? علشان السلاف بتطلع بيكسر 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 فمش عارف اشتغل عليهم. طبعا الكلام ده قبل ما اخترع الامين وبنسلين والخصص دي. يعني البانكو ده طالع بعد البنسلين جي على طول. ما كونش لسه اكتشفنا بقى عملنا الاموكسلين والعملنا الامبسلين والعملنا التزوسين والخصص دي كلها ما كانش لسه طلعت. فبنكو بالنسبان لنا ده كان ده اختراع. ان هو هيتارجت الاستافل احنا مش عايفين وصلها. وايه كمان ده بتارجة الاستافل الريزيستمت اللي ايه مارس ايه? فدي حاجة كويسة فسموه فانكو مايسن عشان كده. مبسوطين بيكوش. طيب بيعمل ايه بقى البنكو مايسن او الميكانيزم في اكشن ايه? يعني بص كده بقى يا. انا قلت لك قبل كده ان احنا عندنا البيبطايدو جلايكان عبارة عن كور او عمدان كده من السكر. العمدان دي ادي كده عمود وده كده عمود. وده كده عمود ده سكر. اللي هو احنا قلنا بيبطايدو جلايكان بيبطايدو عن بروتين وجلايكان يعني سكر او كاربوهيداتس يعني. وقلنا ان في عندك حاجة اسمها آآ بيبطايد البيبطايدزU البتايدز دي بتتربط ببعضها مع وامضلها حاجة اسمها آآ نتك بيبطايد لينك أو انتك بيبطايد لينك. دي اللي بيعملها? اللي انتك دي بيعملها انزائم اسمه ترانس دايدياز. ترانس دايديز اوكي? هاييجل بالنسلة انه يقوم مسك في يمسك في transbibtydes فما يعرفش انه يمسك في البيبتايدز عشان نربطهم ببعض يعني احنا عندنا دلوقتي فرضين عندنا الترانس بيبتايدز اللي هنه سميه بنسلن بايندينج بورتين بيربط في البيبتايدز اكتشل بيربط في حاجة اسمها الديا لانين اول امين واسد فيها الديا لانين طب ليه بيربط فيه لان البينسلن اساسا تركيبه شبه الانين تركيب البينسلن شبه الانين فالترانس بيبتايدز بيطلقبط فيه في قوم ماسك في البينسلن بدلا ميمسك في مين في الديا لانين تمام كده يعني البينسلن بيمسك في مين يعني انت عندك عندك فرضين عندك انا قلت لك عندك البينسلن بايندين وعندك الديا لانين البينسلن بيجي يمسك في مين في في الترانسلينيز نفسه. ما هو البكتيريا ما تيجي تقاوم بتقاوم بطريقتين مشهولين يعني. الطرية الاولى ان هي تخترع انظام يكسر البنسلينيز اللي هو البنسلينيز او تغير في تركيبة البنسلينيز اللي هو الترانسلبي البنسلينيز تغير من شكله شوية بحيس البنسلينيز ما عايش مسك فيه. هو يمسك في السلول عادي ويشتغل عادي وبنسلينيز يمسك في ال البنسلينيز نفسه لعمش يمسك فيه. فكده او كده المالوش علاقة اثاسا بالترانسل میمتيز من اساسه. يعني احنا عمل بايباسنج كل المرحلة دي ومسك على طول ديريكت على ال ايه? على الالانين. يجي بقى الترانسل يمسك في لالانينيز ما يلاقي المكان مشغول من المز 201 من اللي شغله الفانكوميسر. وبكده السيلول مش هيشتغل من اساسه وخلصة كده وآه? واتكسر السيلول دي فكرة عشان كده بيكسر ايه مارس ايه? وبيكسر ايه? بس هو ما وجدوا ايه بقى? وجدوا ان الفانكوميسر ما بيشتغلش الا على الجرام بوزتر بالذات. لان هو انا قلت لك مسك في مين? بيمسك الالانين اللي موجود فين? اللي موجود في السيلول. طب السيلول ده يعني مين اللي موجود فين? موجود فهو مش قلش عالجرام بوزيتش. يعني فالبانكو مايسي ده مش موجود انتبويتك. ده الناروسبيكتر. الناروسبيكتر انتبويتك. لا يستخدم الا في حالة الامرس ايه. عن طريق الكلشور او ساسبيكتل امرس ايه. طب انا عمل ازاي? لو لقيت سكين انفكشن عنيف. لو لقيت سكين انفكشن انه يعني انجيلك. انجيلك بنكتونيكوشيكتس. ساسبيكتل امرس ايه. موجودة. من موجودة من ضمن. يعني هل انا كده يحق ليه ابدأ فانكو? للعيان ده? اه. يحق لي. طب ده يبيتك فوت عنيفة. ده يبيتك ستك فوت عامي سابتك. هل يحق ليه يبدأ فانكو? اه يحق ليك. طيب العيان ده اه بقاله كم اه يوم في دخل في دخل في دخل في حاجة اسمع هزمت الاكوار نيمونية. هل يحق ليه ان انا ابدأ فانكو? اه يحق ليه. لأن الAMRS-A من ضمن الاخواني تمام؟ الأول هي الحاجات التي تجي في المستشفيات دخل في اندوكارديتس العاندة في اندوكارديتس وعملت بلات كالشتر وطلع اماردسي دي كده اسمه اندوكارديتس بسبب اماردسي ساعتها هبدأ بنكو ضمن الرجيمين هبدأ بنكو حلوة كده البنكو ميسين لا تستخدم إلا في الاماردسي كونفيرميد أو ساسبكتت لا تستخدم إلا كونفيرميد أو ساسبكتت الفنكو ده أورال والايفي ده ايفي الجزيئات الكيميائية خصوصا الاندوكاتيكس بيوزنوها حاجة اسمها الوزن الجزيئي الوزن الجزيئي الفنكو ميسين ده تركيبه كده جدا كبير ضخم انت شوف تركيبه كيميائي حاجة عملاقة الوزن الكيميائي بتاعه على ما أتذكر الوزن الجزيئ بتاعه ربعمية وخمسين دلتون ربعمية وخمسين دلتون لو تبص البنسيلين كان تقريبا أظن تلتمية دلتون يعني حاجة صغيرة ربعمية وخمسين ايه الف ربعمية وخمسين الف ربعمية وخمسين دلتون فوق الالف البنسيلين كانت تلتمية وعشرين دلتون تقريبا فحجم الكوزي بتاعي بنسيل المقرنة بالبنكو ده على طبال حاجة صغيرة جدا يعني هنبني على المعلومة دي ايه هنبني عليها ان البنكو لو انت خدت اورل وانت خدت البنكو اورل مش يمتص الانتيروسايتس او بتاع بتاع الانتستي مش هتعرف تاخده اساسا مش هيعدي منها كبير كبير اوي مش هيعدي هينزل على طول يعني على خط اورل فانت مش تعرف تقريبا خدوا بقى فكرة بقى خدوا يعني استفادوا بقى من المعلومة دي انه هو مش هيعرف الانتستي وعملوا عملوا منه علاج لسيدف كولايتس عشان اقول تلك اللي كده لما بدي انتبيوتكس انتبيوتكس دي بتعمل النورمال فولورا يحصل وهتابل حاجة اسمها والدائرية حاجة اسمها دائرية عنيفة جدا انه يبدأ يدخل بعد اسبوعين من بداية الانتبيوتك يبدأ يدخل في دائرية مبتقفش لو عمل كولونسكوبي هتلاقيت كولون ايه في بطع او في باتشات باتشات بيضة في باتشات بيضة فحلو ايه ده حلو ميتر ويدازول ده اول حاجة تدي اورل فلاجيل بس مشكلة الفلاجيل ايه انه هو يبقى ابزوربت ان انت الفلاجيل ايه اساسا فيه ابزوربشن حلو منه فجزء منه بس هو اللي هيعدي دايما خمسة عشر في المية منه هو اللي هيروح لمين هو اللي هيروح للسيد ايه طب ما جابش نتيجة ايه دي بقى اورا لبنكومايس ايه اورا فاكومايس البنكومايس انضامن ان انت اصلاسا مش يحصل لبنكومايس هيجي اشتغل مفور بقى عامل ازاي متين وخمسين ميلي جرام كل ست ساعات طب الاي في لو انا ابدأ دا اي في عشان الامارس ايه اركز في الحتة دي . اول العيان من عشرين لخمسة وتلاتين ميلي جرام بير كي جي بير دوس. من عشرين لخمسة وتلاتين ميلي جرام بير كي جي بير دوس. المكسب متاعك في الدوس دي تلاتة جرام. يعني انت ممكن تلوضه. لو قلنا عشرين عشرين في سبعين يعني الف ربعمية قول الف ونص فهتدي العيان واحد ونص جرام في الجرعة الاولى. ده بتاعه. طب الفانكو ده. الفايلز بتاعته الفايلز بتاعته فيه منه واحد جرام وفيه منه خمسمية. فيه منه واحد جرام فيه منه ايه? خمسمية. هتدي ازاي? الفانكو ده بيعمل اكشن عنيف جدا. فانا لازم اخد بالي منه. فبحله بحله على خمسمية ملح. بحله على خمسمية نورمال صلاين. وديه على مدار ستين دقيقة. ستين دقيقة واستحسن اكتر من ستين من ستين لتسعين دقيقة. يعني يفضل الدواء شغال ساعة نصف. ويتحل على خمسمية. طبعا ممكن تحله على اقل من كده. بس ما يعني ايه يعني ما تستهونش بحاجة زي كده. وبشتغنى في مش في مش في يعني لو عيان لأ هتزود الجرعة عشان عشان هو اوبيز. ترام كده? طيب. وقابل الجرعة الرابعة ما تبدأ. طبعا عنده غالبا من القرآن البنكو بيتاخد كل ستة ساعات. من الحاجات اللي تتحفظ. البنكو بيتاخد كل ستة وممكن كل اتناشت. قابل الجرعة الرابعة لازم تقيس ايه? بتعمله حاجة اسمها تعمل له حاجة اسمها او اللي هو تارجت 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 ده دي حاجة بتطلب من المعمل يقول له اعمل لي التارجت تراف. هيقول لك والله الليفل بتاع البنكو دي من خمسة عشر العشرين ده ده بتاعتك هي ان انت دوز بتاع نسبته او الليفل بتاعه في الدم من خمسة عشر العشرين ميلي جراب لكل لتر. كده معناها ان انت دوز بتاعتك كويسة. لا محتاج تزود تعمله تزود الانترفيل او تقلل الانترفيل. وبدلوقتي في حاجة دي للمعمل بتغيرها بدأ ومعدوش بيعمل له حاجة اسمها تارجت تراف بيعمل حاجة اسمها ايو سي. ايو سي ده معناها مش مهمة حاجة الفرمة مش مهمة بالنسبة لنا. ولكن ايو سي لازم لها تارجت معين برضو لها رقب معين كده لازم ما كنا نحوصل له لعل عنه ولا زيد عنه. حاجة شبه الليفل بتاع الفنكو بار. فانت لازم بتقيس لإيه? الليفل بتاعه قبل ايه? قبل. يا ده من الحاجات اللي بتتأس فيها الليفلز. اللي هو طب بيعمل اي بقى حاجة اسمها متلازمة الرجل الاحمر. ريدمان سندروم. هل ده انافلاكسز? اه هو ولكنه مش 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 ده نوع شبيه بالانافلاكسز اسمه انافلاكتويد رايش. قلت الكلمة عنها بكده. ده يعني اللي هو علاقة بسرعة انت ممكن بدلا ما تبديعه على مدار نصف آآ ستين دقيقة اديته على مدار ربع الساعة. مسلا بسرعة. فلما اديته بسرعة دخل عن فري اكشن. حلوا ايه? تبطأ او توقف موقعاتة. توقف موقعاتة لغاية ما بتدي بقى لانت هيستميلوا الاسترويز والقصص دي. آآ آآ يعني وبعدك هتكمل بريد اقال. وممكن بيعمل رير آآ يعني رير ساير افكت اللي هو الاوتوتوكسز تي. رير. ممكن يعملتنا تسيير هينجلوس. الحاجات اللي زي دي. بيعمل نيفوتوكسز تي. يعني اه لو قفت الدرج هترجع تالي. هتحسن طب هل البانكومايسين نيفوتوكسز بعنف زي ما الناس فاكرة? لا هي يعني ايه تقدر تقول كده ايه? يعني سمع طلعت علي من زمانه وخلاص. هو زيه تقريبا بنفس الليبل او بنفس الخطورة بتاعة البنسلين. مش اكتب منه يعني. بس وقت جنوانا هما الاتنين خد بالك من الرين الفنشل مع البانكومايسين ومع البنسلين وخصوصا التزوشن. يعني خد بالك انت لازم تاخد بالك وتتابع الكيراتين وتحسب العيان بتاعك ج defenceивا كل يوم الكيراتين الكليدس بتاعه. كام الكيراتينيك يزيد اص يعني الكيراتين الكليدس واللي بيحصل عن كده. ممكن كبان يعمل الحاجة اسمها امين ترومبوسيتوبينية. يحصل ترومبوسيتوبينيا مع البانكومايسية. الترومبوسيتوبينيا غالبا بتاع الفانكو بتحصل خلال من اسبوع لاسبوعين. من種بوع لازم richtige طيب هل فيه hoc اكmis cùng كده ان هو لازم بتابعا تيميله اللي هي ايه الفانكو الفانكو في عندك زي ما قلت لك قبل كده فيه فيه هو مقسمها لك يعني انت ما كنت تبص فيها بقى كده. حينا بتحفظ الحاجات دي الجدل ده الطبع او يكون عندي على الموبايل او على وبص فيه. موقت ما انا ايه? حيب اشتغل يعني. بس لو انت فكرت تسعين مية دي تقريبا هو النورمال يعني. فاللودنج دوس بتاعتنا اللي هي خمسة وعشرين او عشرين يعني احنا بتناقلين عشرين. لغاية تلاتين ميلي جرام لودنج دوس والمنتلنس بتاعتنا من خمسة وعشرين ميلي جرام بل كي جي. دي قعدة وانت احفظ دي دي سهلة دي. دي سهلة تتحفظ. هتلود العيان الدوز الاولينية فقط لغير. يعني هي تاني دوز. الدوز التانية على طول. يعني انا ممكن اول دوز اديها للعيان خمسة وعشرين ميلي جرام بل كي جي بير دوز. خدها مثلا الساعة ستة ما سأل. الساعة اتناشر صباحا اللي هي الدوز التانية هندي بقى خمسة وعشرين عادي. طب هو كتبها لها كده من تمانية لاتناشر. واحد ده ما عملهاش ست ساعة. وبعد كده بقى ايه? يعني كل ما كراتين كل ما تدوزت وفي نفس الوقت الانتربيل تنزلت. كده احبقى خلصنا الفانكوميس. كلمة اخيرة على سيفلوس بورينز. احنا قلنا بلكده البيتالاكتاملس هما ايه? هما البيتالاكتاملس. السيفلوس بورينز. والكاربابينمز والمونوباكتاملس. كلهم بيشتركوا ان هما فيهم حاجة اسمها البيتالاكتاملينج. سيفلوس بورينز لما اخترعوها. لما اتذكر اختراعات سنة 53 اخمسين اظن حاجة زي كده. الفرست جونريشن اول ما اخترعوه. ده بالزبط كانوا بالبينسيلين. اللي هو بالبينسيلين جي. قال لك مشتغل عدرام وزذيب الفوفاي. مين لعدرام وزذيف. مشتغل احاك اسمها البيك. اللي هي ايه? اللي هي البروتيوز. واة الاي كولاي. الاي كولاي. الاي بولاي والكي اللي هي الكليبسي. السيف اللي هي سيفلوس بورين او كيفلوس بورين مصرين بحب يريد داخل مصر بنحب نقولها كيف الفلسفوري دايما بتبدأ بسف لإما سي بي اتش لإما سي اي اف على طول يعني إما سي اي بي اتش لإما سي اي اف سيفالاكسين انت مش شرط تحفظ الجامعة كله انت ممكن تخد لك مسلا من كل جنريشن منهم كل جنريشن منهم بتاخد اسمها واسمها بالكتير وانا هقول لك يعني تلمي ليلة دي ازاي بعدين بعد ما نخلصها يعني احنا لسا بس بنعمل الاوبرو بتاع السيفالاكسين سيفادروكسيل سيفردين سيفازولين بعد كده لو دخلنا في الساكن جينريشن ستيل لجرام بوزيز زي ما هي ولكن اضعف شوية وزوده كمان حاكتين على على جرام نيجاتيف لو تقدت بالك الجرام نيجاتيف بتزيد والجرام نيجاتيف بتقل البوزيز بتقل فجرام نيجاتيف بعد ما كانوا بياخد بس تلاتة اللي هما الزود كمان الهيتش الفلونزا الهيتش الفلونزا وزود عليها كمان النيسيريا. النيسيريا. وزود الانروبس. الانروبس اللي هي ايه? بعد كده لو دخلنا في السير دي جنريشن. لو دخلنا في السير دي جنريشن. كده احنا بدأنا ايه? مرحلة الاي في. اللي تندل يعني ده برقص. وده برقص. مرحلة الاي في هتبقى مالي تقريبا على يعني Gulf MARY. مع اللي شغالين على 6 بيشتغلوا ع tule staffة. بيشتغلوا بس ضعيفة. اه بيشتغلوا بس ضعيفة برضو. طيب بيشتغلوا علي ايه كمان في حاجة نقصة? اه مش نقصة اه مكتوبة ايه. اللي هي اتش ان بيك اللي هي ايه ان رجعها تاني. اللي هي اتش ان فيرانزا. والن اللي هي النيسيرية. والبيكل هي وكمان سودومونس. و雷 حاجة جديدة بقى دي تاني حاجة بتشتمح سودومونس مين بقى؟ لا اولا ايه اللي كان بيشتمح سودومونس؟ اللي كان بيشتمح سودومونس في الاول اللي هو الانتيسودومونالبينسيلين اللي هو مين؟ التازوسيلي. الانتتيسودومونال البينيسيل لين الوحيد لشتغل الدي صيدومونس هو التزوس. عندنا كمان واحدة هون. السيف اللي هو يعني السيف تراكزون بيشتغل على على سودومونس? اه بيشتغل السيفو بيشتغل. بيشتغل. السيفو تاكسي بتاعنا العادي ده? بيشتغل. طيب. ادخل بقى على هتلاقي سودومونس لسه مكمل. هتلاقي سودومونس لسه مكمل. والجرامبوس الغريبة اللي القصة بقى في اللي هو بيشتغل على كويس جدا بيشتغل على وعلى وعلى فدهت ايما بانت بقتك. معا كمان مش موجودة انا بس او معا. بقى اخد بلا بقى سباك من كل القصص دي وركز في حيات الاخيرة دي. ده تاني واحد بيشتغل من اول واحد بيشتغل عن امار ايه? فكنا نمنا عنه من شوية. كما احنا عندنا كام واحد بيشتغل على حتى الان. احنا قلنا بيشتغل على الامار السي حتى الان. الان والبديل بتاعه. وكمان معانا اللي هو اه كده احنا احنا اخدنا تاع يعني انت عندك كده دول اورل مش منهم اي في. من اول اي في بقى انت طالح. طب انت عندك ايه? مللي على ايه? مللي على ايه? وخصوصا على لو انت تفتكر قلت لك السيف تراجزون السيف تراجزون ده. اللي هو اسم التجاري روسفين. او سيف تراجزون او تراجزون. روسفين ده. انا قلت لك بيشتغل ضد حاجة اسمها ان ميسيريا. اللي هو المينجيو كوكل. المينجيو كوكل. المينجيتس. طيب مين بقى اللي كان بيشتغل على المينجيو كوكل المينجيتس? الاول. يعني كان في دولة احنا لازم تديه للعيان. وهو في البيت. قابل ما تروح لمستشفى. حد فاكر? من انت شكيتها ايه انا عنده من انجيو كده يعني. وانا في البيت هدي له ايه? مش حد فاكر? ماشي. بس في البيت اه يعني الاسهل ان انا بكره على انا قلته يعني. ماشي فاكر بسين. بس انا انا قلت حاجة تانية. انا قلت بنسلن عادي. هتدي له بنسلن. جين. تدي له بنسلن او تدي له في البيت. قبل ما يروح. لازم باخد جراعيته بروح. لو موجودة طبعا يعني. يعني اه من خطورة الام ما تستانيش تلغاية لتوصل المستشفى. في موضوع اللي من انجيتس. طبعا من انجيتس لما لها 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 نتكلم فيه بقى على علاجها. بس هتدي الخطوطة بتاعت السيفلوس بورينج ما رجيه ان شاء الله. يعني هناخد السيفلوس بورينج هنخلص يعني يعني رب نخلص في الموضوع من انتبيويتكس. عشان اللي بعدها ان شاء الله ناخد الانفكشنز. هيبقى جدول برضو الجدول دي كده. الجدول دي صحيحة يعني بتطول شوية ولكن دي هتلملك الدنيا تبقى ممكن تعملها كأنها يعني كنت تعريفي بين كل انتبيويتك منهم. طبعا انا مش مش بكتب يعني مسلا لو انا تتكالبت عن سيفلوس بورينج وهمرت لها جدوء مش هكتب بكل دول. انا اخد واحد من كل جينريشن. او مسلا يعني سير الجينريشن مسلا احتاج اتنائها احتاج سيفل بروزون لوحدة واحتاج السيفل تكسيم او سيفل تكسيم لوحدة. السيفل بروز موبر عن سيفل وهكذا. فالسيفلوس بورينج كلها بابطه بس انا اربعة وخمس. يغطوا السيفلوس يعني ذي الوفربيو وزي الوفربيو اللي احنا خدرتها البنسالينز قبل كده